وما حركش نفسي وبتاعه وكلام ده كله دول لازم عندهم ثقافة وبنبدأ نيكلمهم بالراحة والبرامج الطبية المتخصصة أكيد لها دور في الموضوع دوت إذا كانت بتعمل بشكل علمي جيد اللي بقى عنده ضعف في الرغبة الجنسية أنا في رأيي إنه كثير من الأحيان ما بيروحش على طول بالشك ولي وعندنا إحنا مريض على فكرة يعني إحنا عندنا حالة مرضية مشهورة جدا في عالم الغودة الصماء ارتفاع مستوى البرولكتين برولكتينومة ارتفاع إفراز الهودة النخمية من البرولكتين نتيجة وجده وارم فيها وأورام الهودة النخمية اللي بتفرز البرولكتين برولكتين ده لما بيفرز بيقلن رغبة جنسية هنشوف إيه تاني يعني لإنه رغبة جنسية كلمة صعبة بس أنا عايزة أقلواك على معلومة اللي عنده نصف înرغبة الجنسية ممكن ميروحش للدكتور خالص لإنه ما عندهوش مشكلة اللي يحصل انه لما يتجوز مراته هي اللي تدفعه بقى انه هو يروح لدكتوره او انه يكون متقف بالدرجة اللي مستوعب الله هو بي انه في ناس منهم يقول لك انا كنت متخيل ان علاقة الجزيرة دي مرة في الشهر انا متخيل انها مرة كل 15 يوم يعني او كل 3 اسابيع وهو عنده حاجة وعشرين سنة هنقول له لا الموضوع غير كده خالص انت في السنة دوت هي اكتر من كده بكتير اكتر من كده تبقى للعلم احنا نفهم العلم بيقول ايه لكن يبقى انه من ضمن المشاكل تدخين مثلا تدخين بيؤثر على الرغم الجنسية مخدرات بتأثر على الرغم الجنسية الكاميا يا باشا الكاميا والكوكايين والهروين اللي بدأوا يضربوا المجتمع الراقي انا بكلم عن الكوكايين بالذات لانه ناس كتير من الاغنية مضربين بالكوكايين بيأثر على الرغم الجنسية وبيعمل ضعف الجنسية خلونا نبدأ حوارنا بسؤال مهم جدا لضيفي العزيز اسمي متميز اكاديمي من التراز الاول ساعدني جدا حواري معه لانه بيبقى حوار علمي شديد التخصص مع ضيفي العزيز الاسسد دكتور رحمد عادل مدرس امراض الذكورة بكلية طب جماعة القاهرة والستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل الجمعية الاوروبية للصح الجنسية اهلا بيك يا دكتور عامل دي نقطة على فكرة مشفورة اوي اهلا هو اتنين بيدخوله اهلا رجل اهلا يدخل يلاقي بسجل مكتوبة لقوله لا اهلا بمفيش حاجة ببناء اه دي اهون دي اهون شوية السؤال المهم اوي لانه ناس كتير عندهم خلطة ما بين الرغبة الجنسية والقدرة الجنسية بالضبط ده سؤال في غاية الهم ايه امكين احنا لو عايزين نبدأ نتكلم في الموضوع لازم نرجع وارا شوية واحنا فيه حاجة عندنا اسمها السكشول مادسين او علم الجنس وده امكين رواده حاجة تعرف اكيد ماستران جونسون طبعه في امريكا في السبعينات وجامعهم كابلن والحقيقة حطوا زي مراحل للناحية العملية الجنسية تبدأ كلها هذه المراحل بالرغبة وعشان كده الرغبة دايما بنسميها انها وقود العملية الجنسية وبدون الرغبة يتحول الموضوع لامر ميكانيكي بحت وعشان كده دايما لازم نحب يعني نحب نفرق دايما للمرضى حقيقة الرغبة عندك موجودة ولا مش موجودة ده في الاول خالص يعني لما يجيلي مريض يقولني عندي ضعف انتصاب بسأله غير القدرة رغبة حضرتك اخبارها ايه لانه ممكن تبقى احد اسباب الضعف هو عدم وجود رغبة جنسية فالرغبة هي اللي بتحرك كل شيء هي اللي بتخلي بعد كده يبقى فيه سرايان دم في القضيب هو اللي بتخلي بعد كده يحصل الانتصاب يفضل مكمل لغاية نهاية العلاقة فالرغبة هي اول كل حاجة هي الوقود اللي بيخلي بعد كده كل حاجة تكمل السؤال التاني ده مهم قوي ضعف الرغبة ده مرض خاص بالرجال ولا بالنساء هل الست يمكن ان يقل ان عندها ضعف جزء طبعا وعندنا مرض شهير مكتوب خلاصه من نقشه في كل المؤتمرات هايبو اكتف سكشول ديزاير ديس أوردر والحقيقة انه زي ما فيه اسباب هنتكلم عنيها كمان شوية تخص ضعف الرغبة عند الرجال فيه كمان اسباب تخص السيدات فهو مرض يصاب به رجال وتصاب به السيدات ده من الاسباب طبعا كتيرة اسباب كتيرة جدا يمكن دايما بنقسمها المجموعتين حتى سواء للرجال او للستات هي اسباب ممكن تتعلق بالجوانب عضوية واسباب اخرى تعلق بالجوانب نفسية لكن طبعا هو مرض يصاب به رجال وتصاب به السيدات يبقى اذا الاسباب هنقف قدامها كتير اه طبعا الحقيقة يمكن احنا هنركز في كلامنا الحلقة دي يمكن في حلقة تانية ممكن نتكلم اكتر عن ما يخص السيدات احنا هنتكلم النهاردة عن الرجال عندنا مجموعتين من الاسباب اولها وحب ابدأ بيها الاسباب العضوية ويمكن حك في المقدمة الجميلة اللي عملناها هيك كلمت على البرولكتينومة او ارتفاع مستوى هرمون برولكتين هرمون مهم جدا لتنظيم عمل الخصية وكمان الرغبة الجنسية وارتفاعه نتيجة مثلا الفرط في النشاط الودة النخامية اللي احنا بنسميها المايسترو اللي بيتم عن طريق افراز كل هرمونات اللي بنظمة عملية الجنسية والانجبية لو زاد بيؤدي بالتبعية لنقص في هرمون الزكورة فبالتالي الى ضعف في الرغبة الجنسية يمكن واحدة من اهم الحاجات اللي دايما كنا بنتكلم على اهمية التشخيص في الشغلانة بتاعتنا انه بيفوت على ناس كتيرة فكرة انه قئيس مستوى الهرمون يعني بيجي لي مرضة كتير يقول لي يا دكتور انا عندي ضعف في الرغبة فبسأله مع تاريخ المرضى جربت ايه قبل كده؟ دايما دايما يا دكتور ايمن بتبقى الاجابة منشطات الجنسية يا فلنم ايه علاقة ده؟ حضرتك شكوتك مش انتصاب المنشط الجنسي كل اللي هيعمله لك انه هيجيب لك انتصاب على غير ارادتك انت مش عايز اصلا فانتقلبت الموضوع لناحية ميكانيكية فبالتالي البرولكتينومة واحدة من اشهر الاسباب لكن كمان عندنا سبب مهم هو انخفاض مستوى هرمون الزكورة يمكن فيه معلومة نحب برضو نوضحه لسادة المشاهدين انه رجال فوق سن الاربعين كل رجال بيحصل نقص عندهم لمستوى الهرمون بنسبة واحد في المية سنويا ده مش بالضرورة انه يعمل اعراض لكن من اتنين لخمسة في المية من الرجال بيصابوا بنقص حد في مستوى الهرمون بعد سن الاربعين واحدة من اشهر الاعراض بتاعتنقص هذا الهرمون هو انخفاض او ضعف ارابة جنسية هيك طبعا استاذنا وتعرف في موضوع الميتابوليك سندروم احنا على حاجة عندنا اسمه تلازمة الايضية بيجيلي مريد غالبا مريد سكر غالبا مريد ضغط ممكن يبقى كمان قلب ارتفاع في مستوى الدهون عنده سمنة اكتر في منطقة البطن هيك هتلاقي عنده خمول تام نشاطه ضعيف جدا اغلب الوقت يميل الى النوم الى عدم الحركة الى النشاط واحدة من كمان افراد هذه المتلازمة الايضية اللي احنا بنتكلم عليها دي هي انخفاض مستوى الهرمون فبالتالي البرولاكتينومة او زيادة افراز هرمونة برولاكتين المتلازمة الايضية اللي من اهم اسبابها وعرضها نقص هرمون الزكورة دي اشهر الاسباب العضوية اللي بتؤدي الى ضعف الرقم لكن حقيقة ان المجموعة التانية من الاسباب اللي هي الاسباب النفسية تشكل المجموعة الاشهر وبتختصر ثلاث نقط اولها بيجينا رجالة كتير عندهم سرعة قصف عندهم ضعف انتصاب وبيجي يشتكي مش منهم بيجي يشتكي من وجود ضعف بالرغبة هو ما يعرفش ان الموضوع حصل نتيجة للمشكلة الاولى بمعنى ان هو عنده سرعة قصف بتخليه مش عارف يتمم العلاقة لنهايتها مع امراته ادى دالي مشاكل بينه وبينها ادى الاحتقان عنده وعندها فبعد شوية هو بقى خايف يقدم على العلاقة خوفا من تكرار المشكلة بعدما الوقت يطول هو بينسى المشكلة الاصلية وبيقول لا ده انا غالبا مشكلتي ان انا رغبتي ضعيفة لا انت بخايف من الفشل تتحاشل الموضوع نفس الموضوع وموضوع ضعف الانتصاب هو عنده مشكلة في الانتصاب وزي ما اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقة انه ممكن يكون جرب ادوية على غير اتباع متخصص خدها مرة التانية ما جابتش نتيجة بطل يحاول فلما بطل يحاول والوقت عدى ابتدى يترجم ان ده ضعف بالرغبة هو خوف او تحاشي من تحاشي الفشل الحاجة التانية بقى ودي نقطة في غاية الاهامية ويمكن من قابلها كل يوم في العيادات وحاجة زكارتال في المقدمة دي كانت نقطة في غاية الاهامية يجي لنا اتنين لسه متجوزين يجي لنا اتنين لسه في اول حياتهم الزوجية والشكوى ضعف بالرغبة الجنسية طيب حضرتك يا فاندم معدل العلاقة كل قد ايه هكي ممكن تفاجأ بارقام زي مرة كل ثلاث شهور مرة كل ستة شهور انا مش متذكر دي الاجابات اللي بنسمحها لما نخش نتكلم اكتر طبعا وفي نقطة مهمة ان احنا دايما بنؤكد ان الطب الجنس هو يعني انا يهمني اني اتكلم مع الاثنين زوجه زوجة في حاجات كتيرة ممكن ما تتقلش لو هو موجود لوحده او هي موجودة لوحدها لكن في وجودهم الاثنين هما بيقولوا البعض فالموضوع بيتكشف اكتر نفاجأ بانه هذا المريض اللي بيعاني من ضعف بالرغبة لا يعاشر زوجته مدمن افلام ابحيه وانه قاعد فترة كبيرة من حياته ممكن دي احد اسباب المشكلة الكبيرة انه قاعد فترة من حياته بيتفرج على افلام ابحيه فكل فكرته عن الجنس هي فكرة مستقاه من هذه الافلام احنا دايما بنقول يا جماعة الافلام دي لا تمت للجنس الحقيق بصلة it's a show ده عرض مالوش اي دعوة باللي بيحصل بين كل الناس كجنس عادي طبيعي بين الازواج فبالتالي اللي بيحصل انه لما يبتدي بقى يخش في علاقة حقيقية يمارس جنس عادي مش مجرد فيلم اباحي بيتفرج عليه بيفاجأ ان الوضع غير اللي هو طول عمره متعود عليه فبيحصله زي شوك تروما مش عايز خلاص يقدم لانه مش ده النمط احنا دايما نقول sex is a pattern هو نمط ومسألة التفضيلات هو فضل وقت كبير من حياته بيفضل هذي النوعية من الجنس هي دي اللي بتوصله للمتعة هي دي اللي بتوصله للمتعة للنشوة الجنسية فلما بيوفاجأ بوضع مختلف بيقولك لا مش ده اللي انا كنت عارفه او اللي انا كنت فهمه فبقى لها منه خطس والنقطة التانية انه هو تعود ان يكون زي ما بيقوله بلا نشاط اثناء العلاقة الجنسية العلاقة الجنسية علاقة فيها حالة من الحميمية الحميمية والتبادل النشاط او النشاط بالظبط في الافلام اللي بحية هو جاست مشاهد بالظبط مش مشارك مش 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 مشارك في عملية بالظبط فهو خد على ده باترن معين في الجنس انه ما بيقديش فيه اي نحن هو بيتفرج بيتفرج حتى لو افترضنا انه بيمارس عدس سرية العدس سرية ليست جنس على الاطلاق ده باترن معين لكنه ليس جنس فبالتالي اللي بيحصل هو مرحلة الصدمة انه هو بيشوف انه اللي طول عمره كانوا فاكروا ان هو ده الحقيقة مش حقيقة وان الحقيقة حاجة تانية خالص فبيحجم عن الجماعة ويبطل يجامع زوجته ويفضل متكمل في نفس الطريقة يعني احنا بيتقابلنا والزوجات دايما بتقول بس يا دكتور رغم ان مفيش علاقة هو بيمارس عدس سرية ده ليه؟ لان هو خلاص ده النمط اللي بيفضله فهو مكمل فيه رغم انه هو متزوج حالانه مع زوجة لكنه لا يعشرها يمكن هي دي اشهر الاسباب سواء بنتكلم على مجموعة النفسية او رضوات احنا بنتكلم على قضية في منطقة الخطورة ويبغي ان انزل راحب التقريق العلمية لانه لو احنا قلنا انه من ضمن مشاكل البلد الاقتصادية ايه انا في رأيي الطلاقة راجل اللي بيطلق في فترة الطلاق هو راجل غير منتج راجل بيمر بظروف نفسية سيئة جدا راجل بيفقد ثقته في استمرارية الحياة راجل بيفقد فلوس راجل بيفقد حكات كتير اوي الستة نفس الكلام الستة المطلقة دي حدث ولا حرك نحن نفسية ضغوط قدرين على اتنام اي مهمة مطلوبة منهم من ضمن الاسباب الرئيسية الجزء ده انا عايز اقولك الدكتور عيمان دي بقت حكاية كل يوم عندنا في عياداتنا مايعجيش يوم غير ما يبقى في حلقة او اتنين تقريبا بالنفس الوضعية دي فده بقى منتشر جدا نتيجة حكتين تأخر سن الجواز دي نقطة وانه الناس الانفتاح بتاعهم على الجنس كان انفتاح خاطئ نتيجة انه افتكروا ان الافلام اللي بيشوفوها على الانترنت هو ده الجنس خلى الناس لما تيجي بقى في المحك الحقيقي يلاقوا ان الوضع مختلف تماما فده واحدة من اخطر الاسباب واللي لازم يتم التعامل معها بكل جداية عندي سؤال مهمة اوى اذا كنت احنا ده عملنا نوع من التطفير جاي من الضفيرة يعني من التداخل الواضح ببين نقص الرغبة الجنسية وضعف الجنس الحقيقي فاذا هنشخص ضعف الرغبة الجنسية ده سؤال في باية الاهمية وبنرجع فيه دايما للنقطة اللي بسترس عليها انه التشخيص هو اول كل شيء بالضبط واول نقطة في هذا التشخيص هو الكلام الكلام لازم نقعد ونتكلم لازم يكون فيه زوج وزوجة لازم نفهم ابعاد الموضوع لازم نفهم قبل الجواز هو كان بيعمل ايه لازم نفهم بعد الجواز الامور مشت ازاي لازم اسمعه واسمحها كتير جدا بناخد كلام منهم هو اللي بيخلينا نمشي في انهي اتجاه فاول خطوة التاريخ المراتي الهيستري هاسمعه كله من الطرفين نيجي الخطوة اللي وراها ان انا لازم اعمل اكسكلوجن او استثني وجود جوانب عضوي فاهم حاجة بنعملها هو تحليل الهرمونات والناس بتفهم خطأا انه الموضوع كله يتلخص في هرمون الزكورة لا هرمون الزكورة هو الاهم هو المايستو لكن كمان يهمنا نسبة وتناسب مع هرمونات اخرى فيه ناس كتيرة جدا ويمكن دي نقطة ممكن نتكلم عليه في حلقت اخرى نتيجة برضو العادات الخاطئة في الاكل بيأكلوا اكل جونك فود كتير ده بيؤدي الى سمنة انا في رأيه انه ده من الاسباب الخطيرة جدا الجونك فود اللي هو الاكل الفاست فود الاكل الموجود في المحلات المشهورة ديته ده اللي خلى الجيل الجديد ده كله عنده كمية هرمونات مترسبة دول كله هرمونات منه هما عنده ماربع سنين وخمس سنين يعني حتى الجيل بتاعنا احنا كله الهرمونات دي كلنا فاست فود بس كناها امتى احنا كناها الواحد وانا عندي ستة واول مرة تخل فاست فود بحال كان عندي 27 سنة بالزبط كان بعد الامتياز في ناس بقى ترابط كانش وعاي فلوس اروح مع بقى والله يعني الله يسباحها مقى كانت ده طلع في الاخر ان كان احسن حاجة حصلت الحمده ما دخلناش الحمده الله الحقيقة ان دي مشكلة كبيرة والناس مش قادرة تستوعب ابعدها الجنك فود الاكل بتاع الشارع ده اللي مدى طويلة بكميات كبيرة بيقدي الى خلل هرموني واحدة من اشهر الحاجات بيقدي الى سمنة مثلا معروف ان كل المرضى اللي عندهم سمنة مفرطة عندهم مستوى الـ هرمون الانوسة كرجال عالي جدا الهرمون ده كنسبة وتناسب مع هرمون الزكورة لو الريشيو دي اختلت تؤدي الى ضعف الرغبة جنسية حقيقة قلت حاجة في منتهى الاهمية في مقدمة الحلقة اللي هو مخدرات الناس مش عارفة ان المخدرات الكحوليات الحاجات دي كلها بتؤدي الى خلل هرموني احنا عندنا فكرة قديمة جايبنا من الافلام اللي هي ياخد يشرب الكاس او ياخد مخدرات ويقولك انا جدع هو جدع لفظا لكنه حقيقة لا شيء لانها بتؤدي الى خلل هرموني يؤدي الى ضعف بالرغبة وضعف جنس الحاجات دي كلها الحقيقة مع التاريخ المرضي مع التحليل مع اني اسسني موضوع الضعف ضعف الانتصاب فبالتالي بنرجع الى جولدن ستاندرد في التشخيص اللي هو اشعة دوبليكس القديم واحنا اتكلمنا عليها قبل كده قلنا انها اللي لازم يقوم بها هو متخصص نتيجة انها للأسف الشديد للأسف الشديد مش كتير بيعرفوا يعملها كويس وبتؤدي الى التشخيص خاطئ فأحيان كتيرة فبالتالي التشخيص يعتمد جزء منه على الهيستري على التاريخ المرضي جزء اخر على التحليل اللي هي مش بس تحليل هرمونات لكن كمان بنعتمد فيها على دوبليكس العضو ذاتي الكورنر الاخير في حوارنا النهاردة العلاج وخصوصا ان انتم عندكم مشكلة كبيرة ان بعض الناس غير المتخصصة في عالم الزكورة وده قسم الواحده برانش الواحده عملوا كارثة بدأوا يزرعوا في دماغ الناس ان مشكلة المشاكل هي انه ما فيه ثقافة عند الناس وانا شايف ان هذا تخريف لانه نقص الثقافة عند الناس في حالات يعني الضعف الجنسي او في حالات نقص الرغبة لا يشكل اقل من رقم صغير جدا دي حاجة لا الناس بتصورا وحالتين ثلاثة العفاشوهم في مثلا حياتة متطرفة هم دول النموذج اللي بيبنوا عليهم ما شك الناس عندها ضعف جنسي وهم عارفين كواس جدا يعني ايه جنس وزي تتعامل ويهي الطرق وهواء الاخري فعملوا ربكة كبيرة جدا وانتشرت حواراتهم التلفزيونية وكانت حاجة مأساوية من ناحية العلمية انا في رأيي كانت مأساوية من ناحية العلمية احنا عندنا مشكلة كبيرة يا دكتور ايمان في التخصص على قد ما احنا هايلي سبيشال عايزة متخصصين للغاية لكن في نفس الوقت تخصصنا يقوم به او يعنيه بيشتغلوا اخرين غير متخصصين وهم دول اللي نقلوا داتا غلط معلومات خاطئة مفاهيم مغلوطة لمرضة خلت ناس تعتقد حاجات هي اصلا مش حقيقة ولا واقع فدايما بنرجع للنطة اللي بيكلم فيها على طول حضرتك يوم ما تلاحز ان حياتك الجنسية فيها حاجة مختلفة برجاء يعني روح لمتخصص احنا عددنا مش قليل يعني من يمتهن هذه المهنة او هذا التخصص عددنا كبير احنا مش قليلين والمتميزين كتير جدا فبالتالي لما تلاقي انه عندك مشكلة تخص هذه الجزئية برجاء اذهب للمتخصص احنا مشكلتنا انه برضو الاكسبوجر العالي للنازة حيك اتكلمت عليهم دول خلى فيه ناس كتيرة تعتقد ان فيه مشاكل ما لاش حل او انه هو عنده مشكلة هي اصلا مش موجودة فدايما اللجوء للمتخصص والمصادر الموصوق يعني الكلمة الشهيرة اللي بنسمحها في اعادتنا انا قريت عنات يا دكتور حيك اقرى عنات زي ما تحب لكن لما تيجي تتكلم في العلم اقرى في مصادر علمية موصوق فيها مش في اي مكان حيك تستقي منه معلومة هتسلم انها حقيقة وامر واقع وانتبقى دي حقيقة علمية نتكلم فيها فدايما الجوء المتخص هو اللي بيحل كل مشاكل دا اه العلاجات واحدين ثلاثة حسب السبب بمعنى لو احنا بنتكلم على حاجات عضوية يبقى لازم مثلا عندي خلل هورموني برولكتين عادي لازم الاول اتأكد هو عنده ادينوما ولا ما عندوش ولا هي مايكرو ولا ماكرو لانه لو هي حاجة بسيطة مايكرو ادينوما ممكن بالعلاجات الدوائية وحاجة طبعا استاذنا وعارف هتلاقي ان الموضوع سهل التحكم فيه لكن لو بنتكلم على حاجة كبيرة ماكرو ادينوما زماننا بقى في المنخ والعصاب فيه تدخلات ممكن نعملها بسيطة تظبط الموضوع لكن نيجي النقطة في غاية الاهمية دكتور ايمان حاجة بنسميها تستيرون ريبليسمينت ثيرابي او العلاج التعويدي لنقص هورمون الزكور ودي مشكلة اخرى انه فيه كتير بيفتكروا ان مجرد ان هتديك هورمون الزكورة انا حالتلك المشكلة لا الحقيقة انه مش ديه دايما الوضعية في كل احوال علاج هورمون الزكورة ونقصانه لطريقته مش صيدالي جارك هو اللي هيعملها لك ومش دكتور نسا هيعملها لك ومش دكتور جلدي هيعملها لك اللي هيعملها لك هو دكتور فاهم ميكانزم شغل هذا الهورمون بيطلع امتى السيركاديان ريزم بتاعه عامل ازاي الاختلالية اثناء اليوم بالزبط كده امتى يشتغل وامتى لا فبالتالي فيه طريقة معينة بنعود بيه هذا النقص يقوم بيه المتخصص حاجة التانية لما نيجي نتكلم بقى على زي متلازمة الايضية دي المريض ده لازم يزبط سكره مريض السكر مش عارف انه احد اسباب الضعف اللي عنده هو نقص مستوى الهورمون وبيقولك هو ايه علاقة السكر بالهورمون لا يا فنم ديه علاقة كبيرة لسه قالين ان المريض السكر اللي عنده المتازمة القضية هيبقى عنده كمان سمنة مفرطة هتعمل خلال هورموني النواحي النفسية هي نواحي مهمة جدا بقى واهم نقطة في علاجها هو الكلام ان احنا نفهم هذا المريض طبيعة المرض اللي عنده طبعا لو فيه ادمان على افلام اباحية لازم يوقف هذا الادمان فورا فورا وبره بقى فيه مساحات لعلاجه فيه مساحات لعلاج هذا النوع من الادمان فبالتالي لازم يوقف هذا الادمان تماما الحاجة التانية لهو مريض ضعف جنسي فيه ناس جاء عندها دكتور أيمن تخيل أن الضعف الجنسي مرض ليس له حل أنه مجرد أنه وصل لمرحلة أنه بياخد مناشط مش جايب مع نتيجة إبا كده خلاص الحياة انتهت لا طبعا لازم نفهم لازم نقول أن الضعف الجنسي مرض له حل وحلوله كتير من بداية من العلاجات الدوائية للحقن الموضوع للدعمات التي تكلمنا عليها قبل كتب حاجة تانية سرعة القصف احنا قلنا أنه أحد الأسباب ممكن تبقى أن المريض عنده سرعة فبقى بيتحاشى الموضوع برضو سرعة القصف مرض له حل فاللجوء المتخصص أنه هنعالج السبب هو اللي بيحل المشكلة من جزورها يتبقى عديد من الأسئلة الحقيقة أنا ممتازر لقاءاتنا الخادمة لأنه المستمتع بالحوار معك وأنت إضافة هائلة لنا في الدكتور بعلمه يعني أكاديمي منضبط للغاية وده زي ما بقول دايما الذي أفضله ويفضله مشاهد الدكتور أجزاء كثيرة جدا في هذا الأنف السيكسولوجي تحتاج إلى فهم يبقى طبعا الضعف الرغبة الجنسية عند السيدات لازم نتكلم على ما يسمى بمنشطات الجنسية للسيدات ماذا خطورتها وماذا نفعها ولمين وكيفية تناولها وكيفية تناولها ده مهم جدا ومن التخاصص اللي بيتكلم فيها لأنه هل ده كثرة النساء والتاليين تتكلموا فيها ولا المتعخصصين في عالم السيكسولوجي هم اللي يتخصصوا ويتكلموا فيها الكلام ده مهم جدا أيضا سرعة القطف مرضو من النواحي الطبية المسكوطة يبقى أنه أو كرر هذا الحوار علمي لا ينبغي أن يتحدث فيه إلا الأطباء بمقاييس علمية منضبطة جدا وبمراعاة خاصة جدا لطبعنا الشرقية التي تقدر العلم لكن عندها باوندرس عندها حدود مهمة جدا من الخجل الموجود في طبعنا الشرقية والذي نحترمه نحن معشر الأطباء لكن ونحن نحترمه مؤمنين بأن هناك رسالة واجبة على النحية الطبية أو على المعشر الأطباء وهو نقل الثقافة الصحيحة في هذه المواضيع للشعب العربي كله لأنه كم اختلت الثقافة في الفترة الفاتس وكم أضر هذا الاختلال بكثير من الناس ربما أدى في بعض أحيان إلى الانتحار لا أكون مبالغا إذا قلت أنه ممكن تبصوا كده للرابط ما بين الانتحار وبين نقص الرغبة الجنسية أو ضعف الجنسي هناك علاقة وثيقة في هذه المنطقة ليس كل الحلقة هكذا ولكن هناك علاقة وثيقة يبغي أن نقف أمام هذا الأمر بشكل دقيق جدا في المستقبل ضيف العزيز الذي أضف لنا الكثير بسؤس دكتور أحمد عادل مدرس أمراض الزكورة بكل الطب أصر عيني جامعة القاهرة واستشارع عقب الرجال والضعف الجنسي وزميل الجماعية الأوروبية للصحة الجنسية كان متألقا فيه الدكتور نورتها الدكتور أحمد سيد أحمد سيد أحمد خليكوا دايما مع الدكتور نقولش في مصر وهي بتتعمل في مصر بتعمل بشكل بارع جدا في مصر النهاردة نتكلم أكيد طبعا على الأورام باللا شك الأورام هتاخد جزء كبير جدا وأكيد التدخين يعني مهم جدا ولو أننا مش عايز أدخل فيك كلاسيكية الحوار على التدخين لأنه مش القصة باطنية القصة الجراحية هيحصل ورم فاحنا هنتعامل نشوف الورم ده هنتعامل معه إزاي زي نكتشفه بشكل مبكر وتدخل الجراحة يكون إزاي أكيد هنعرج على أورام شوية خطيرة وندرة يعني طبعا زي ما احنا شايفين الرئة يا جماعة شيء مخيف القصبة الهوائية ده شيء مخيف جدا كمان القصيبات الهوائية الأورام اللي بتطلع فيها ممكن تكون أورام في المتقش دايما شايفين قصبة الهوائية اللي في النص دي دي دلوقتي فيه عمليات نقدر نتعامل مع مشكلات القصبة الهوائية ونزدادتها النهاردة هنتكلم عليها بالتفصيل النهاردة زي ما قلت لكم حوار من طراز خاص والنهاردة أكيد فخورين وسعاداء جدا أنه نضيفي واحد من القمم الكبيرة والجراحين المبتعين يعني النهاردة هنسعد جدا بنوعية خاصة من الجراحين يعني نقدر نقول سمة العبقرية اللي تخلوا عنه مهارة مطلقة دقة هنستمتع الحوار هنسمع حوار لأول مرة في الدكتور ضيفي العزيز القيمة الألمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى أستاذ مساعد جراحات الصدر بكلية الطب جامعة عن شمس ضيفي في الدكتور حوار من طراز خاص مهارة مطلقة هنسمع حوار لأول مرة في الدكتور عايزة أقرب من جراحات الصدر اللي كتير من الناس ما عندهاش فكرة عنه جراحة الصدر كل ما يتعلق في 18% من جسم إساندول بدون التدخل في شغل القلب دايماً جراح الصدر يعني قيمة كبيرة لأنه ده كل اللي إحنا قلنا ده حاجات تهدد الحياة ديق القصبة الهوائية طبعاً لما أقول قدام الناس ديق قصبة الهوائية كلمة تخور أسباب ديق القصبة الهوائية السبب الرئيسي اللي عندنا والشاعة جداً في مصر وجود المريضة على جهاز سناف والصناعي لفترة طويلة أحسن مشكلة كبيرة لو الورم دخل على الأورطة خلاص المرحلة بقى أن احنا نعرف الورم دوت داخل ولا مش داخل نذهب إلى البطل بقى أو راب أو سبطان الرئيسي طبعاً التدخين اللي مش مقتنع بكده للأسف بيدفع التام من الرئيسي الدكتور أحمد مصطفى أستاذ مساعد جراحة الصدر بكلية طب جامعة عين شمس استشاري جراحة الصدر زميل جامعة بيير ماري كوري فرنسا زميل الكلية الملكية للجراحين إنجلترا زميل جامعة كيوتو لزرع وأورام الرئة اليابان عضو الجامعية الأوروبية لجراح الصدر إي أس تي أس اسمحوا لي أن نرحب بضيف العزيز القيمة الجراحية الهمة جداً أستاذ دكتور أحمد مصطفى أستاذ المساعد لجراحات الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات الصدر زميل جامعة بيير ماري كوري بفرنسا زميل جامعة الجراحين الملكية بإنجلترا وزميل جامعة كيوتو لزرع وأورام التعامل مع أورام الرئة في اليابان نورتنا دكتور أحمد وشرف كبير لنا سعيد جداً يعني بزيارتك وبدأت بلاها بألنا فترة طويلة ومشاء الله سمعتك ترقى إلى مستوى عالمي لا لا يا فنم ده مبارغة لا 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 الله يخليك فنم هذا طبعاً من كل الأوساط الطبية موجودة فنصر إليك الله يخليك فنم ما بيخسيه خاص وخائم أنا عايز أقرب من جراحات الصدر لأن كتير من الناس ما عنداش فكرة على تمام جراحات الصدر هي تخصص من جراحات القلب إحنا التخصص الكبير جراحة قلب وصدر بيبقى فيه اللي هو جراحة الصدر كل ما يتعلق في 18% من جسن الإسان دول ولكن بدون التدخل في شغل القلب شغل القلب ده بقى تبع جراح القلب فقط نعم فيه يعني فيه بيبقى شغل مشترك ما بيننا دايماً إنما هي جراحة صدر تشمل رئتين ومنطقة المنصف أو الحيزوم ومجرى الهواء أو المجاري الهواء الرئيسية للقصبة الهوائية الحنجرة التفريع بالتقصبة الهوائية اللي هي الكارينة والمجاري الهواء الرئيسية للرئة المين والرئة الشمال وكل بقى ما يتعلق يعني من مشاكل التهابات أو أرام أو أيوب خلقية أو إن شاء الله لاحقاً يبقى فيه زرع فالحاجات دي كلها زرعة رئة نحضر لها بس ربنا سهل إن شاء الله مشروع كبير قوي يعني ومشروع قومي يعني فدي يمكن نفذة عن جراحات الصدر عندنا منطقة منسية شوية اللي هي منطقة الحيزوم اللي هي المنطقة أو الأنسجة لما بين الرئتين والقلب الميديا ستاينم الميديا ستاينم بالزبط ميديا ستاينم ده زي أي عضو تاني بيطلع منه التهابات بيطلع منه أوراة مهمة أوي بتقع فيه غدى لينفوية كبيرة لما بتجبر تاينم المشكلة بتقع فيه الغدى التايموسية الغدى التايموسية دي بقت عنصر يعني بنبص عليه دايماً مع الأورام اللي بتيجي في الميديا ستاينم أو في الحيزوم أو في مرض وهن العضلات المايتيني جريفز اللي هي الناس اللي بيبقى يسقط عندهم الجفن أو يبقى عندهم تعب على آخر اليوم في الحركة وهو لازم الغدى التايموسية دي بقت المتهم الأول في حاجة زي يعني هي طبعاً بيشمل كمان العملات التي تخص سرطان الرئة وأحياناً سرطان المرئة أم تقول أن العيان محتاج متخصص في جراحة الصدر إذا كان بيعاني من ده؟ تمام هو إحنا طبعاً بنتواصل إحنا دايماً بنشتغل مع فريق عمل خلاص هو الطب بقى كله فرع عمل مع بعض فإحنا دايماً الفرع العمل التي نعمل معها ده كثرة أمراض الصدر الباطنية والأمراض الصدر الباطنية والأنكولوجيست اللي هم الناس بتوع الأورام إحنا جراحين أورام إحنا جراحين اللي بنتعامل مع أورام الصدر كلها المريض لما بيجي غالباً لو جاب كحة، لو جاب ألم في الصدر، لو جاب تزايق في الصدر، لو جاب بيديق في النفس بكحة مدممة، بسوعان مدمم، بيتجه على طول لدكتور الباطني أو الدكتور الصدر الباطني، اللي هو الملجأ الأول لهذه الأعراض وبعد كده الدكتور الصدر الباطني بيبتدي يفحص المريض، يبتدي يعمله الأشعات المبدئية ولما يبتدي بقى يشك في حاجة لازم بقى يرجع علينا في الموضوع بالنسبة برضو إذا ما لقنا جراحة الأورام، إذا ما لقنا هما الأنكولوجيست، مش جراحة الأورام الأنكولوجيست هما دول برضو بساعات بيبقى مثلاً المريض يتعرف إن عنده ورام والورام دوت مثلاً في الرئة، فيتجه بصورة غير مدروسة لطبيب الأنكولوجيست قبل ما يروح لجراحة الصدر فالأنكولوجيست هنا برضو دوره مهمة إنه ينصح المريض هل لجراحة ولا لأ ما هو لازم الاستقصال الكامل هو الأساس الجذري للعلاج سرطانات الرئة وغالبيت السرطانات فبيبقى معانا منذ أولئنا الأنكولوجيست لما يلاقوا حالات محتاجة فعلاً لجراحات لازم نعمل MDM ونشوف الوضع شكله إيه إن المريض بقى يفحص بفحوصات مهمة حنقولها إن شاء الله دلوقتي بس هو ده طرق العمل مع باقي فروع الطب أحياناً بييجي يعني طبعاً غير مرضى الحوادث أشهرهم الإرتشاح الهوائي اللي هو نيمو ثوريكس ده بيجي اللي هو مرة واحدة مدخن في سن الشباب مرة واحدة يشكو بألم جامج جداً في صدره وقطع في النفس يطلع على أقرى مستشف وقوله إنه أنت عندك رش هواية هويصل الهوائية انفجرت وقد ذلك إلى تجمع هوا حولين الرئة اللي هو لازم يتفرغ الأول بأمبوبة صدرية ثم نستقصل بعد كده بالمنظار الحوايصل الهوائية دي فده التروما أو الـ ER أطباء الاستقبال أو الرعاية المركزة بيبقى معنا لهم دور دايماً يستدعون في حاجات زي كده دكاترة البطنة مثلاً اللي عنده استساء مائي حول الرئة دكاترة القلب اللي عنده استساء مائي نتيجة فشل القلب حول الرئة يعني إحنا بيبقى لنا إحنا خط التاني في الاستدعاء بعد دكاترة أمراض الصدر البطنية والأنكولوجست اللي هم الأورام والبطنة العامة دايماً جراح الصدري يعني قيمة كبيرة لأنه ده كل اللي إحنا قولنا ده حاجات تهدد الحياة يعني الاسترواحة ولين الرئة اللي هو نيوم سوركس بالزبط في ناس ما بتصاش ومستاش آآ ممكن مخصوصاً في الحوادث بالزبط ممكن الخابطة بالزبط بالزبط يبكسر بالزبط كده بالزبط حوادث عربية عنده ده كتير قوي حصلت حادثة يقولك مريد مش قادر ياخد نفسه وفي دايماً في اللايف ساپورت في الخارج بيعلمه الناس أنه ساعات المسعف لما بيجي بيحط كانيولة كبيرة شوية في الصدر علشان يطلع الهوى اللي تضغط على الرئة واللي ممكن يضغط على القلب ويمنع الضارة الدموية إنها تستكمل ويقف القلب في مكان الحادث فدي الحاجات دي بتبقى يعني لايف ريتنج زي ما حارتك قلت ولا حلول وحلول بسيطة إن شاء الله يعني هبدأ الأول الفارس بتاعنا نهارده وحوارنا المهم جداً نهارده وانتبهوا لإنه ده واحد من الحوارات الاستثنائية المهم جداً دي القصبة الهوائية طبعاً لما أقول قدام الناس دي قصبة الهوائية كان ما تخوف جداً قصبة الهوائية تدقى أو تتقفل يا لا تتقفل مش قادر أخد نفسي أو عايش وأنا بأخد نفسي بصعوبة برضي صحيح فأنا عايز أقفل أسباب إيه المشكلة؟ هيتعمل إيه للمريض اللي يكون هناك؟ صحيح هو طبعاً القصبة الهوائية دي ممر الهواء الرئيسي اللي بيودي الهواء لرئتين فوقيها الحنجرة وتحتها الرئتين هي قطرها بسيط وأسباب ديق القصبة الهوائية السبب الرئيسي اللي عندنا والشاعة جداً في مصر هو وجود المريضة على جهاز سنافه الصناعي لفترة طويلة إنها تجبقى حوادث جلطات في القلب جلطات في المخ أغلبيتهم الحوادث الحقيقة واحد فقد وعيه نتيجة غيبه وتسكر أي ماليك الكنديشن تخلي العيان ده موجود في رئيسي واتحطها لجهاز سنافه الصناعي فترة طويلة شايفين طبعاً ده مثلاً ده شق حنجري معمول والسهم يشاير على ديق القصبة الهوائية فوق الشق الحنجري ممكن تطلع الأورام ودي حاجة بتبقى مستخبية تماماً حتى على بعض الزملاء من الأطباء إن مرض بسيط يبتدي يطلع ويقفل القصبة الهوائية ورم ومن بقاش عارفينه والمرض يجي يشتكيه بناهجان مستمر والأشعة الصدر بتاعته كويسة ممكن حاجات تبقى نتيجة حاجات خلقية زي لارينجو ماليكشيا أو تراكيو ماليشيا اللي هو اللين جدار القصبة الهوائية جدار القصبة الهوائية ده متكاوم من غضاريف بتخليها مفتوحة على طول رشاء مخاطي مبطن لها بيساعد على طرد البلغم دايما اللين ده لو مش موجود اللين ده بيبقى الغضاريف دي بتبقى فقدة وظيفتها نجد البراشير بتاع السدر لما بناخد النفس بيقفل القصبة الهوائية معا فهي دي دي أسباب كتيرة وأهمهمهم وأشهرهم اللي هو دي قصبة الهوائية الحميد اللي ناتجة عن بقاء المريض لفترة طويلة في رعاة مركزة يعني نشوفهم كتير قوي كلهم بيبقوا شباب كلهم غالبيتهم يكونوا دخلوا وتحطوا على جهاز نفس الصناعي ودي الأنبوبة الحنجرية بالبلونة اللي هي مسببة لحاجة زي كده وبعدين بيطلع بيلاقي نفسه مش نفسه تقطع خالص تخنق ونقوم حطين بقى بعد كده للعينين دول شوية يعني بنحط له ساعات علاجات يعني ممكن تبقى الصحة قوي إنما بينتهوا بالشق الحنجري اللي هو اللي بيسموها الناس العصفورة يفقد الكلام شاب في مختبر عمر عايش بالشفاط ماسك الشفاط عطول بيشفط من الشق الحنجري الشق الحنجري لاحقا 15% من الناس بيتوفوا بمشاكله فبتبقى عيشة كواليتي بلايف بتاعتها وحشة جدا والحمد لله الحمد لله مئات مرضة دلوقتي نقدر نقول خلصنا معهم القصص دي يعني تم إجراء لهم الجراحات المناسبة كأطفال وككبار وكلهم الحمد لله بيبقى نجاح العملية بيشمل لأنه الإنسان بيستغنى عن الدعامة أو الشق الحنجري بيستغنى عن أي جهاز تكميلي بيديله النفس أو الشفاط بيتكلم كويس يشرب كويس يتفاعل ويعيش تاني خالص يعيش بطريقة طبيعية تماما كواليتي بلايف هنا بيبقى مهم جدا وخصوصا لو دخلنا في الأطفال لحنا عرضة برضو على حضراتكم طفلة مش عارفة تخش الحضانة ما بتتكلمش حالة نفسية سيئة للأسرة الطفلة ما تقدرشت زائد أن الطفلة يعني مش فهمة إيه المتركب أو الطفل المتركب في عنقه دوت وبيتنفس منه هو حياته هو عارف بيشاور على الشفاطة علشان يحاول الأهل يعرفوا أنه مخنوق وعايز بقى اتخنق هو ده زي البنوتتنا دي ربنا كرمها بالشفاء الحمد لله نعمل شق حنجري وخلاص وأنا لا ألومة على الناس لأن هي عملية صعبة وعملية بتجرف مجرى الهوى مجرى الهوى ده 11 سنطي ما ينفعش نوصله بأنبوبة صناعية هو لازم يتوصل منه فيه فالقصة دي يعني محتاجة حرفية كويسة محتاجة سنتر مجهز تيم تخدير مجهز تيم رعاية مركزة مجهز تمريدي بقى عارف ينصح المريدي يقوله إيه وحتتتعامل إزاي مع الوضع الجديد لغاية لما إن شاء الله فترة نقاها بتعجي بيعيش طبيعي تماما إن شاء الله إيه بقى الأساليب الجديدة دلوقتي غير هي مكانتش أساليب جديدة قد ما هي جراحة مكادش بتتعامل أو كانت بتتعامل يعني كل فين وفين وكل فين وفين لما كانت تنجح إنما إحنا بنا نلاقي دي بنواجه المريض نقوله إنت عايز تعيش بكذا بالطريقة الصعبة دي ولا نجري استقصال جذري للمشكلة دي كلها الديق دوت لما بيستقصل ده مجرى الهوى عبارة عن مليمترات وخصوصا في الأطفال فهي بتبقى عملية حساسة جدا ودقيقة جدا لازم المريض يعرف أبعدها والمسؤولية الملقعة الطبيب اللي هيجري العملية دي طبعا هي لازم عملية لا تجرى إلى مرة واحدة ملهاش ردون يعني ملهاش إعادة فإن لازم تبقى يعني معمولة بحرافية من الأول خط بحيث إن المريض يرجع له التنفس وما يقدرش ويستغنى تماما عن أي أنابيب زي المونتج عمري أو أو اللي هي دعمات القصبة الهوائية أو اللي بتاعة الشق الحنجري اللي بتاعة الشق الحنجري نعم نعم نحط الدعم عشان بالظبط نحن تخلي اللي هو يطلع طالما فيه نسدار بالظبط فدي الحمد لله إنه وعي إيش لحلين العملية يعني هو إحنا طبعاً تحت تخدير البنجي الكل إحنا المريض بينام على ظهره بتتفتح فتحة في الرقبة صغيرة مش كبيرة وإحنا نقدر من الفتحة دي نوصل للقصبة الهوائية من جوة صدر ومن الحنجرة المفوق عشان ساعات بنسقط الحنجرة المفوق الجزء المصاب بيتقص وإحنا دايماً حتى لنا تعبير لازم بيتقص والمكانة لازم شغالها والموتور شغال اللي هو البني آدم يبقى شغال ففيه طرق معينة بنستخدمها لإبقاء المريض تحت التنفس وإحنا قطعين القصبة الهوائية ثم لازم نحافظ على الأعصاب اللي رايحها للأحبال الصوتية لازم نشيل كل الجزء التالف من القصبة الهوائية نرجع جزء سليم بجزء سليم سواء كم نبقى حنجرة في قصبة الهوائية وده بتبقى الأصعب أو قصبة هوائية في قصبة الهوائية أو لما ننزل تحت على مستوى الكارينة وده صعب خالص كارينة دي أو مكان التفريعة بتاعة القصبة الهوائية للراءة اليومية والراءة اليسرة المفارق المفارق دي بتبقى وراء القلب وكل القصبة الهوائية جماعة تيجي هنا وفيق بالسية بالزبط bus and lift bus and lift الكارينة دي دي في مكان موجود nor مكان يعني صعب جدا كل الأوعيات ده مهوية خارجة يطلع منه فيه أعصاب مهمة قوي بتطلع لأحبال الصوتية في الحتة دي فيه المريء فيه الرئتين والمشكلة أن أنا محدد أن أنا أشتغل وأعمل حاجة اسمها release maneuvers أن أنا أحاول أجيب طول من كل حتة في القصب الهوية بحيث أن أنا لدي limit معين اللي هو نص القصب الهوية أقدر أستقصله وأعيد توصيله تاني على المستوى تحت الكارينة دي عمليات بتم معقدة جدا ومجرى الهوى يعني كمليتلي بيختلف بعد العملية يعني ممكن يمين المفروض يبقى طالع من التفريح لا إحنا ممكن يطلع يمين من الشمال أو شمال من يمين أو ينامي لحاجة اسمها new carina فعلى حسب مكان الإصابة فين بالمريض بيجينا وإحنا بنقوله إحنا وسائل العلاج تبقى كذا ومضاعفات الكلام ده وتممكن تبقى كذا وكذا وكذا والطرق العلاج الصحيحة المكتوبة في الليتراتشير كذا ونسب النجاح عندنا بتبقى كذا وكذا وكذا وطبعا بنوفر العينين دول يعني فعلا مش جلام مش دعي خلص خدمة طبية متميزة جدا وبتبقى إن العملية دي بتبقى كبير قوي فغالبيتها بتبقى على نفقة دولة يعني ما بتبقاش حاجة يعني بتبقى على نفقة الدولة إن هي محتاجة سيستيم كامل لا يصلح إلا المستشفات الجامعية إنها تنفذوا حاجة زي كده إحنا أخيرا يعني حسنا استخدمنا جهاز الأكمو لعيان عنده ورم في القصبة الهوائية إيه الجهاز هو الجهاز اسمه الإرواء الصناعي الخارجي الجهاز ده هو موجود في العالم حوالي يمكن أكتر من عشر سنين هو بيساعد القلب والرئة على أداء وظيفتهم اللي ممكن أيها بالضبط هو ده الجهاز اللي ممكن تتأثر في لحظة من اللحظات هو عبارة عن رئة صناعي ومضخة غير مكنة القلب الصناعي خالص ده بيتوصل للإنسان بطريقة سواء فينو أرتيريا أو فينو فينس يعني وريل مع وريد أو وريد مع شرهان على حسب المريد ده محتاج إنه نحن نساعده أو نساعد القلب في أداء مهمته لغاية مثلا لما يستعيد وظيفته بعد زعب حصدرية أو بعد جلطة على القلب أو لو إحنا مثلا عايزين إحنا في موسم الكورونا فيروس كورونا فيروس وقبل كده السارس وقبل كده حاجة اسمها الأكيوت لانج انجري أو الارد اس الكلام ده كله اللي بييجي الرئة بتفكت وظيفتها خالص في فترة من الفترات الفترة دي بتصل لحل التهاب الرئوي أيو التهابات شديدة جدا تمنع الرئة أكيوت سيفير نيمونيا بالزبط التهاب الرئوي ما يخلاش وشغالة تماما مليانة كونسولوديشن بالزبط مليانة إفرازات مليانة إفرازات فكأن الإنسان ما عندوش رئة بالزبط ما هيموت بالزبط فبتشغلوه على الجهاز فمنشغل الجهاز ده يشتغل على رئة صناعية خارجية يشتغل على رئة صناعية خارجية وبيبقى أحيانا بريج لترانسبلانتيشن يعني بريج إن مثلا عيان محتاج فترة التقالية حتى أو حتى يشفى من الفيض بالزبط لأنه ده شفى الناس كتير قوي وبيبقوا صغيرين في السن عقبال بس منعدي فترة التهابية اللي فيها بتفقد الرئة ووظيفتها تماما فإحنا هنشتغل مثلا كنا في العملية ست سبع ساعات هنوقف التنفس إزاي فلازم نجيب تنفس من خارجي مكنة القلب الصناعي هتدينا تنفس خارجي ولكن بناخد عليها هبيرين جامد وهنا بنحصل ديسكشن وبيصح عملية تشرحية في الحتة دي صعبة جدا يبقى إحنا معرضين للنزيف جامد فالماكنة دي أو الأكمو ده جاء نجدنا في حاجة زي كده والحمد لله المريض كان عنده ورم خبيث في التفريع اليسرى مع الكارينة والحمد لله هو الحمد لله يعني بنجاهد إن احنا من خلوش ينزلين عبكور دي وقت الحمد لله يعني بقى رجع طبيعي دي وقت تماما الحمد لله عايزة شوف بس الصورة بتاعت قبل وبعد بتاعت الدي لإنه ده مهمة أوي اللي هي إحنا في الجراحل ما زلنا في الدي والصورة بتاعت قبل وبعد بتوريني حاجة مهمة إنه قبل كان في دي فعلا واضح جدا يبقى بين بوينت اهو بالزبط زي ما احنا شايفين وبعد العملية بعد ما وصلنا شلنا الجزء اللي هو التالف التالف وعملنا يعني إيه ريئة سموز بزبط كده فعلا جمعنا تاني القسم طبعا دي مش عملية سهلة دي ملايها عايزة حرفية والأول مرة أعتقد عند الناس كتير تعرف إنه في حاجة اسمها إعادة توصيل القسم هننتقل بقى في المحطة بتاعتنا المهمدة لأورام القسم الهوائي تمام إحنا نعرف أورام الرئة تمام لا دي مختلفة تمامنا هو المشكلة إن المريض زي ما قلنا بيضضل يعاني من النهاجان أو سعال بسيط أو سعال مدمم لإحنا القسم الهوائي لو اتقفلت 50% منها إنسان ممكن ما يحسش 75% منها ممكن ما يحسش قوي إنما هي بتيجي في لحظة ثم الإختناق فبيبقى تبقى القشة التي تقسم ظهر البعير يعني مثلا ده ورم طالع من جدار القسم الهوائية فيها الحلقات دي وسادد جزء كبير ممكن المريض ده ما يبقاش بحاسس بحاجة خالص ولا بيشتكي بحاجة خالص نفسه طبيعي نفسه في أغلب الإحيان طبيعي إنما لما بيجي يشتكي زملائنا بقى اللي احنا قلنا المحطات اللي المريض بيزورها قبل ما يوضع بيبتدي يشك وهنا عامل الشك مهم جدا عامل الشك مهم جدا يعني مثلا الورم ده قفل الرئة اليسر اللي عنده ما كانش حاسة حاجة خالص برغم إن رئة الرئة بحالها طلعت من تبادل الغازات الرئة بحالها فشوية نهاجان جاء في الآخر طبعا الأدوية اللي في الأول اللي بتكتب مضادة حيوية موساعة الشعب اللي ينهي لرز الكلام ده كل ما جابش نتيجة فبدأوا بقى يعملوا الفحوصات اللي هي المتقدمة شوية ورح له بشوية نهاجات شوية نهاجات فقط ما بيروحش بأي عرض آخر هو الفكرة إنه بيروح بأعراض عامة وعلى المريض وعلى الدكتور إنه يشك بحاجة زي كده فهدي بتحتاج لفل أعلى من لفل مثلا الوحدات الصحية اللي موجودة مثلا في القرى والمدن الصغيرة أنا مقدرش ألوم طبيب قاعد لسه لسه متخرج قل له أنت لازم تفكر في الحاجات دي إنما بتبقى مع المتابعة إن مريض ما تحسنش لازم يحوله على طول وطبعا هنا ده منزار ده داخلين بنعمل منزار عدينا من الأنبوبة الحنجرية الماشية وبعدين حيوصل حيوصل حنشوف التفريع طريق يمين وطريق شمال الطريق شمال تماما مقفول بالهوينكي ما طلقتش في المونتاج قاعدة تتضبط في المونتاج ممكن نشوف تقاملة دي ما طلقتش في المونتاج عندما هي هي هيبقى مبين خالص ورم قافل ناحي الشمال ويعني المريض بنعيد إن الشاكوة بتاعته بتبقى شاكوة بسيطة في الأول وخصوصا في الأطفال إن الأطفال بيتعالجوا على أساس إنهم عندهم التهابات رائوية على طول ويجي الطفل يتعالج مرة اثنين وثلاثة وبعد كده بقى مع الفحوصات بتباني المشاكل الكبيرة لما أكشف أنا كدكتور باطيني على العيان ده هلاحظ إن فيه رائع ما بتتحركش صحيح هو الكشف الكليكنيكي ساعات بيقول إن الهوى المتوزع على الرائتين ما بيقاش متساوي والأكس راي ممكن ما تبقاش بتفيد قوي في حاجات كثيرة لا الأشياء السينية العادية إنما أنا بحاول بقى أو بريزو إن المريد لازم يسمع كلام دكتور الأمراض الصدر الباطني لما ينصحه إنه يعمل منزار منزار على الشعب الهوائية منزار على الشعب الهوائية ده بتعمل في ساعة أو في ساعتين من غير بيني كلي إنما بيكشف وبيخلينا بنشوف رؤى العين إيه المشكلة في القصب الهوائية دي إيه مشكلة في مجرى الهواء فالمريد لازم يسمع وخصوصا لو تم علاجه وما استجابش للعلاج ده مهم دايما أنا شايفين ده الشعاعات ده مثلا يعني ده ورم حيزومي كبير جدا واخد القصب الهوائي اللي عليها السهم أقصى اليمين وقفلها خالص وفي العينين دول قد نحتاج إن إحنا نحط لهم دعامة علشان تفضل القصب الهوائية مفتوحة ننقذ موقف وبعد كده نتجه لسبب المشكلة ونعالجه لاحقا لما نيجي نبدأ نعالج بقى الأورام دي العلاج استقصال؟ على حسب هو كل ورم موصوف له يعني طريقة علاج فمثلا من الأورام الشهيرة عندنا أورام اللينفومة اللينفومة علاجها غير جراحي على الإطلاق بالعكس إحنا علاجها كماوي بيخفوا بالناس كتير قوي بتخف وترجع لحياتها الطبقية علاج إحنا المرحلة هي مهمة جدا يعني إيه مرحلة؟ الورم ماسك في جيرانه وشكله يعني إيه جيرانه؟ الورم هنا بيمسك في رئة في قلب في أوقاتها موية كبيرة فالجيران هنا ناس يعني عظماء تخيل بقى أن أنت مثلا هنا جيرانك ناس تقيلة ناس تقيلة قوي فانت بقى يعني مش يعني السفرة في العمارة فاكر فيلم السفرة في العمارة هنكرر نسل فهو إيه ناس يعني هتعني يحصل مشكلة كبيرة لو الورم دخل على الأورطة خلاص أبذب فالمرحلة بقى إن إحنا نعرف الورم دوت داخل ولا مش داخل دخل على حاجة مهمة؟ دخل على حاجة مهمة مريء قصبة هواية قلب الرئة فلازم نعرف الوضع شكله إيه والأورطة قريب من هنا جدا القرش القرش ظهرين على طول وفي عمليات قد نستقصل فيها أو ردة كبيرة زي سبير في ناكيفا مع الورم ومنحط فيها وصلة صنوعية بنستقصل سعادة فيها حتة من الرئة بس كله بيمشي على حسب قانون طبي مشارات طبية بتنزل بتقول الورم شكله إيه وإعلقته إيه بجيرانه الغدد اللينفوية والثانويات الموجودة خارج المنطقة دي فيه أورام أخرى في الجسم ولا لا وعلى أثر بقى كل ورم من دول له وصف نعمل إمتى العملية وما نعملش إمتى اللي أعمل؟ مالوش خالص دخل بمزاج الطبيب خلاص ده دكتور راين احنا ماشيين عليه وما حدش خلاص أصبح حد يعني بيخرج عن وطبعا كل الكلام ده لازم يتم بعد معرفة اسم الورم يعني لازم برضو نسمع الكلام الأطباء أن احنا قبل أي صدر دي قاعدة قبل أي صدر يتفتح لازم الكلكيعة اللي جوه دي نعرف اسمها ايه إنه ده كلكيعة اي غير كلكيعة بي هسه بطالج ناخد عيينه ونفحصه والعيينة بتتخذ بطريقة سهلة وعيينة في كل حتة دلوقتي عن طريق العشاء المقطعية إبرة بسيطة والعيين بيروح بيته بعد الساعة على طرح هروح للمنطقة التانية المهم بقوي هي تشوهات السطر ما المقصود بتشوهات السطر؟ تشوهات السطر هي إن القفص الصدري المكون من عظمة القص غدري في السطر والضلوع وإحنا ما ننساش العمود الفقري اللي هو طبعا بيبقى تبع موقع عصاب أو طبعا ده كاترة الأعظام إنما بيخش معنا في يعني عملية بمحبش أقول التشويه إنما الاكتمال التخليق بتاعه ما بيقاش سليم مثلا ده باكتس عظمة القص دي بتقوم دخل الجوه نتيجة طول في غضاريف اللي مسك عظمة القص مع الضلوع الغضاريف دي إما تطلع بره حطول فالعظمة دي إما هتطلع بره فيبقى باكتس كارينيتم أو يخش جوه باكتس أكسكفيتم أو يبقى كومبايند حتة وحتة حتة وحتة طالة وحتة دخلة سيمتريك الأوى سيمتريك الأوى سيمتريك الأوى إيه تيجي فيبتوع الجزم زمان كان زمان الجزمين بس ما عادش موجودين جول عشان كان بيسند آه بيشتغل وحط الجزم على القالم القالم ويسند فتلاقي فلازم تسأله يعني إنت لما تلاقيها في الطب في أي مريض دخل الجوه لازم تسأله أن تسأله الجزم عشان تعرف ده يكون جينيتل ولا أكواير يعني ده معمولة بسبب شغلته أو ولا هو مخلوق بي مخلوق بي إنما يعني فيه كام نقطة برضو عايزين نوضحها إن التشوهات دي محدش يلمسها خالص قبل سن عشر احداشر سنة مع المتابعة هي أغلبية المشكلة هتبقى مشكلة تجملية ولكن التشوهات للصادر سواء البروز عظمة القص أو التقاعر صدري بيصيبوا الرئة أحيانا مش كل الأحيان العطبة ترجع اللي وراء أيها برستريكتب لاندزيز يعني الرئة ما بتبقاش عارفة تتمدد عارفة تتمدد كويس خلاص مش يخل نفسي لغتبقى بالزبط كده هذا يفرق أل بقى في الناس الأثليس اللي عزين يلعبوا رياضة إنما هي العملية ممكن تبقى تجملية في الأول وخصوصا عند البنات اللي بتعمل لها جروح صغيرة وبتحمي الرئة والقالب ساعات من التأثر الوظيفي لاحقا في الحياة علاجها عملية؟ علاجها هي ساعات يعني لو المريض جاء بدري شوية بنحط له حاجة اسمها فاكيوم بيل اللي هو شفاط كده عندما دلوقتي العملية بقت بالمنزار اسمها النص عملية لطيفة جدا بنحط بر حديدي ومنقلبه فبتطلع عظمة القصر قدام وبيقض بالبار ده وثلاث سنين أحيانا اللي محبش من المرضى يعيش ببار حديدي ثلاث سنين بنعمله عملية عن طريق فتحة في المنتصف الطولية أو عرضية بنشيل فيها الغضاريف المستقصلة بنشيل فيها الغضاريف الطويلة أو نستقصلها ثم بنزحزح عظمة الصدر القص للأمام أو للخلف على حسب التشوفين ونسندها بشبكة طبية والمريض بيبقى يعني ساتسفايد يعني يعني بنسبة كبيرة جدا نذهب إلى البطل بقى أو راب أو سلطان الرئة سلطان الرئة طبعا التدخين تدخين واحد واثنين وعشر على غاية يعني واللي مش مقتنع بكده للأسف بيدفع التمن غيري الحقيقة لأن سلطان الرئة اللي بنقدر نلحقه نلحقه هما 20-30% من العينين يعني 60-70% من العينين أكتر كمان بنقوله إحنا متأسفين كجراحة ما فيش علاج جراحي لهذا السلطان ليه الرئة دي كائن سفنجي الورن بيتمدد فيها بأرحية تامة مش بي الحتة اللي بتتأثر في الرئة في الأول حتة بسيطة ما بيحسش بيها العيان أو بالما بتيجي الأعراض كسعال أو يعني أزمات شخصناها أزمات تنفسية أو بيبقى عدة وقت وإحنا للأسف في مصر ما عندناش أي برنامج لتشخيص مبكر وده مهم جدا تشخيص مبكر بالنسبة لأورام الرئة أورام الرئة أه طبعا بالنسبة لأي في العالم كلهم أي واحد ما بين الخمسين والسبعين أو الخمسة والسبعين بيدخن 2-packed per day 30 سجارة في اليوم لمدة 15 سنة لازم سنوية لازم يعمل أشعة مقطعية اسمها low-dose CT على الصدر علشان يشوف فيه أي مشكلة ولا لأ لأن العلاج سرطان الرئة اللي نقدر نفيه بيه الناس اللي هو العلاج الجذري الاصطقصال الكامل والمريض يتجنب مشاكل العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والمناعي لأن الحاجات دي مش هتعمل علاج جذري لسرطان الرئة فيه سرطانات للرئة مجرد استقصالها بيخف المريض على طول زي ورم الكارسينايد هي محتاجة شوية عمليات معقدة شوية كارسينايد ورم حميد هو حميد بصفات خبيث بصفات خبيث بالزبط وخصوصاً ده بتاع البطن أكتر إنما بتاع الصدر هو مشكلته إنه بيممكن يعني يطلف رئة بحالها فإنما استقصاله يعني حتى لو عمليات قلنا متقدمة إنها بالنسبة لنجاحها عالية جداً الأمور بتمشي كويس والمريض حتى يعني بيكمل حياة طبيعية ما نعرفش نشوفه بعد كتب هذا بالنسبة لورم الحميد اللي اسمه كارسينايد لكن ورم الرئة الخبيث نفسه هو ورم الرئة الخبيث هو لازم في الدنيا كلها دي بقى تشخيص مبكر وبعدين استخدام المنظار أو روبوت في الاستقصال يعني إحنا لما بنقول ورم يبقى فيه استقصال جراحي استقصال الجراحي ده يشمل الفتحة العادية أو المينما الإنفيزيف اللي هو تدخل محدود عن طريق المنظار صدر الجراحي أو دلوقتي بقى فيه روبوت بيعمل الكلام ده بنخش بنشيل بنشيل حاجة أنا طامك الحاجة تشريحية يعني ما ينفعش نشيل نخش نشيل ورم بس لازم نشيل يا إما فص يا إما سيجمنت لو شلنا سيجمنت أو مخروط من الرئة ده لازم يبقى السرطان جايلي يبدري قوي 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 عشان أعرف أشيل حتة تشريحية سليمة بحيث الرئة بتلقسم إلى إلى فصوص وكل فص بيتلقسم إلى أجزاء أجزاء لإما شيل جزء يعني ما شيل جزء من فص أو فص أو فص لازم يبقى أو رئة كاملة أو رئة كاملة لأن استقصال يبقى ما فيش سيفتي مارجين كده لا 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 استقصال تشريحية ما شيلش ورم وحتة من حوالي لا 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 قاعد عندكو تشيله فص وأغلبية الشغل في مصر دلوقتي لأن المريب يجينا بتأخر شوية شيل الرئة شيل الفص فص أو فصين عن ناحي اللي مين أو طبعا بقى لو هو مركزي يعني موجود جنب أوعيات نموية الداخلة أو خارجة من الرئة أو جنب القصب الهوائية نضطر نشيل الرئة نضطر نشيل الرئة إنسان يقدر يعيش برئة واحدة بس تحت ظروف معينة وتحت بعد ما يعمل فحوصات معينة ومنها الـ 6-minute book test وDLCO ووظائف الرئة اللي وظائف الرئة بنعرف بالأرقام يقدر يتحسن وده إذن ده محتاجة لوحدها ده موضوع متشعب جامد ألم الزراعة إيه ألم الزراعة يعني ألم إنه محد ده بتوجه ده سؤال طبعا حضرتك محضرون إحنا طبعا يمكن مقلب جامد آه طبعا وهو بيجي عند ناس بتروح وبتوعالج عند دكاترة العظام ودكات موقع أصاب كتير والعلاج الطبيعي والعلاج الطبيعي ومجرد X-ray واحدة بتوضح لنا أبعاد جديدة خالص للألم ده إحنا الضفيرة العصبية اللي نازلة للدراع بتنزع من العنق وبتعدي في ورد طرقوة وبذبط وبتبقى نايمة على الضلع الأول أو تبقى قريبة منه وبتتجه إلى الضراع أي مشكلة في الحتة دي الضراع بيتأثر على طول عندنا ضلع زائد عندنا ضلع عنقي زائد عندنا حاجة كبيرة اسمها متنزمة مخرج الصادر في راسيك عاطل سندروم إن متنزمة مخرج الصادر ده في مشكلة بتحصل فيه بيديق وبيضغط على ثلاث عناص رئيسية يئمة الشريان الرايح للذراع الوريد الرايح للذراع أو الأعصاب أو أي كومبينيشن أي كومبينيشن يعني يضغط وريد وعصاب ووريد وفريان وعصاب فييجي المريض يقولك أنا إيديا بتساعد بتحمر أو ساعد بتزرق ومعاهي توجعني أو بتنامل أو ييجي المريض مش قادر أسرح شعري لو كان السيدة مثلا أو يبقى كاف منتفخ لو الوريد هو اللي تقصر فده متلزمة مخرج الصدر دي شيء مهم جدا الشيء المهم التاني وكوازي نحرك فتحته البانكوستيومر اللي هي اللي هي ورم في أعجم ورم في قمة بالضبط في قمة الرئة بضبط زي ما حركت بتقوله فده ساعات بيجيب نفس الأعراض ويعني يمكن الناس لازم تنتبه لحاجة زي كده بإجراء أشعة صدر عادية خالص مع الفحوصات اللي بتطلب بجانب يعني مع طبق أطباء المخوى العصاب وطباء العظام ويعني الحتة دي مهمة وإن حضرتك أفرتها في عندي حاجتين مش عايزة مش قبل ما أجيب سيراتون الغدة التيموسية اللي هو سايمس جيلاتي دي مفروض عندنا كلنا كلنا بس ردومنتري يعني ضمر بزبط صح كده بتوصل لغاية سن 18-20 سنة وبتقفل وبيبقى فايبرو فاتي تيشو كده ضمر يعني حاجة شوية نسيج ليه صحيح ايه ايه حلقتها بقى دي مشكلة هي طبعا هي بتقع ورى الحتة دي بالزبط زي ما أنا شورتها بالزبط والله أنا شورتها لاتقائية هي هنا ايه وهي بقى جيرانها برضو من العظماء ريئتين عادة فوس البلد وعادة عادة فوس البلد نايمة على الشريان الأورتي الوريد الأجوى في العلوي مشكلتها إنها ممكن طالع أكسام مضدة تعمله يعني مرض الوهن للعضلات أو وده يعني بأداء ده نشخص حالات كتير قوي المشكلة التانية إنها تتضخم وتبقى أومة أو ثايمومة وثايمومة دي مصنفة إنها ورم حميد ولكن في آخر القصة كلها دايما دايما ثايميك كارسينومة ثايمومة مشكلتها إنها بتتمدد وبتمسك في الحتة اللي حواليها وجنبها طبعا جنب الثايموس الوريد الأجوى في العلوي اللي هو بيجيب الدم من المخ والدراعين ده لو اتقفد بتبقى مشكلة كبيرة فهي بتضغط على جرانها لما بتكبر وأي ثايمومة لابد من استقصالها أي ثايمومة لابد من استقصالها لو أنت قلت إنها في الآخر خالص ممكن تقل بكانسر هي مش ممكن تقل بكانسر هي ممكن على حسب الهيستو باثولوجي بتاعها أو التحليل الأنسيجة بتاعها هي لو A أو B دي تصنيف عندنا ده ممكن العلاج بتاعها يبقى ممسوكة في الكابسول بتاعتها وتطلق إنما بقى لو بدأت تتوغل وتاخد أعراض هي ترق حميدة ولاخد تاخد أعراض الخبف في التوغل للأنسيجة اللي حواليها بالضبط أو توصل بقى إنها تنتشار أو ممكن ترجع يعني بعد ما تتشال ترجع لأن هي إحنا بنشوف ماكروسكوبك يعني إحنا بنشوف الحاجة بيعنينا المجرد آه معانا وسائل تشخيص كتيرة إنما هي خالية واحدة ممكن تكون متسابة في الحتة دي والحتة دي مهمة ممكن تعيد القصة دي التالي ترجع تحصل لها قد التاموسيل العادية بتتشال بالمنظار خلاص مصر كلها دلوقتي يمكن غالبها بتتشال بالمنظار إنما لما بتكبر لازم الاستقصال الكامل بتبقى بقى بقى عملية كبيرة عملية 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 يعني لما بتبقى كبيرة شوية يا كل عملياتكو كبيرة الحيثة الأخيرة الفشل التنفسي يحدث الأجهزة دلوقتي الناس اللي عندها بقى إسبراتورفالية وعندنا ناس كتير منهم نجوم سالمة مثلا فشل التنفسي طبعا هو الفشل التنفسي دوت اللي تكلم فيه أحسن من كثير قوي البرمنولوجيست أو التشاسف إنما إحنا بصدد يعني إن إحنا نعمل برنامج زراعة رئة البرنامج ده إحنا فيه علاقة دلوقتي وطيدة ما بيننا وبين جامل كيوتو في اليابان وأنا سفرت لهم كذا مرة وإن شاء الله فيه خبرة من بره جايين مصر إن شاء الله في المايل القادم إحنا أو الدعوة موجهة من دلوقتي لازم نشوفهم هنا لازم تجايفهم وننورهم هنا هو طبعا اليابان كان عندها مشكلة كبيرة في التعامل مع الأعضاء لأنهم بيقدسوا الموت فقصة تبرع من متوفي أو عنده برين يعني برين ده ده ما كانش واخد قوي الموافقة بتاعتهم فبدأوا يشتغلوا زينا هم طبعا سابقنا يعني إنهم ياخدوا من متبرع حي فدي الطريقة الوحيدة اللي قدامنا اللي هو زرع الرئة من المتبرع حي لمرض الفشل التنفسي وخصوصا للأطفال منهم يعني ربنا ما يحكم علينا يعني إنما المريض اللي بيقعد مستني الوفاة على جهاز تنفس الصناعي أو على صوانة أكسجين في البيت وده ممكن لاحقا يبقى له حل إن شاء الله إن كانت الأمور صعبة في البداية إنما زي زراعة الكبدة دلوقتي خلاصت انتشرت وانقدت ناس كتير زراعة الكلا إن شاء الله بقى جاءت دور علينا إن شاء الله في شهرنا القادمة إن شاء الله نعرف نحل الفشل التنفسي المؤقت اللي هو ناتج عن المشاكل اللي احنا بنعانيها دلوقتي أو نسمع عنها كل شوية زي الكورونا زي اللي احنا كلمنا فيهم الأكيوت لونج انجر يعني واحدة مثلاً وهي بتخليف اللامنياتيك في لوود راح للعمل لها أه اللامنياتيك في لوود سائل أمنيوس من الحوالات أه حصلوا إن هو وصل للواحد غرق مثلاً بلع مية بحر كتير الناس دي كلها يعني وارد إنهم يرجعوا للحياة الطبيعية ولكن محتاجين عناية أكثر من المعتادة في رعاليات مركزة وأجهزة أكثر من المعتادة فمنهم بقى من الأجهزة دي غير جهازة السنة الفصل عادية جهاز الأكمو دوت الأكمو ده أعتقد بقى موجود في كذا حتة في مصر دلوقتي خلاص واستخدامه يعني بقى فيه توعية في استخدامه والناس عارفة وأنقذ ناس كسيرين معانا ومع غيرنا فيعني دول يمكن يا جوز دي تكلفته عالية شوية طبعاً الجهاز الكتس بتوعته مع دي من 50 ألف جنيه ولكن المستشفيات الكبيرة بتشيل التكلفة وخصوصاً الجماعية منهم وبتوفر الخدمة دي عندنا وهو زملاء أنا في القصر العيني فيه زملاء بيحاول يجيبوا الجهاز دوت في جامعات إخليمية دلوقتي فيمكن دول الحاجتين اللي نقدر نقول عليهم دول الجديد جراحياً ليقدروا يساعدوا مرض الفشل التنفسي الحياة لا أخفي استعادتي الكبيرة من تنواتي استمتاع كبير أنا جداً بالحوار معنا حضرتك مجامل كبير لا لا مجامل مجامل ناس كلها حوار لم يحدث يعني أعتقد تلفزيون في العالم أن الحوار يبكر دي سورة سيكسرية بالتفاصيل لك يعني مفيش 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 تلفزيون في العالم اتكلم في جراحات الصدرية بالتفاصيل اللي احنا اتكلم بها يعني على حد علمي ما حصلش آه منا متابع كل حتة في العالم أنك ممكن يعدوا على السيمومة كده ولك فيه سيمومة بنشيلها تمام في أمريكا يعني حتى في زي دكتورز في أمريكا بيتكلموا لكن بالتفصيل لا احنا بس نتمنى نزيارتك كتير الله يخليك فانده ان شاء الله يبقى من دواعي سرورنا يعني ياريت الناس تبقى تستفيد أنا بس عايز أقول حكتين في الآخر إحنا علشان نخفف الضغط من على زملائنا 57 تاتة 57 وهي مستشفى يعني عظيمة جدا من نسمعنا كل خير ومعهد الأورام إحنا عندنا عيادة مجانية في أكاديميات جراحة القلب وصدر في على فكرة أكاديميات جراحة القلب وصدر ده مكان عظيم جدا وفيه إبداع جبار جدا وللأسف مفيش دعم مالي فيه كبير قوي ومش معروف كمان وفيه ناس كتير ما تعرفش حاج الإبداع اللي فيه هو ده ملتقى على بقرة بتعين شمس يا فندم فإحنا عندنا عيادة كل يوم أربع دي بتستقبل الأورام تستخدم مرضى جراحة الصدر مجانا وإحنا عندنا الويتنجليست بسيطة خالص يعني لا تذكر أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع بالكتير خالص وبعدما العاين بيخلص قرار بتاعه تبع وزارة الصحة وتبع التأمين الصحي بتاعه وإن شاء الله برضو فيه إيادة تحضرية لزراعة الرئة دي موجودة في عين شمس التخصصي مش عندي لأن ده ده تيم بحاله هو المسؤول عنه ويعني أنا يمكن الوجهة بتاعته وإنما زمايلي يعني يجوز يبقى لنا لقاء محارتك بعد كده إن شاء الله لأنهم ناس أفاضل ويمكن شغلهم أهم من شغل المليون مرة إنما العيادة دي تبع موجودة يوم الأربع في عين شمس التخصصي الساعة أعتقد الساعة واحدة وفيها ممكن نشوف العيانين اللي ممكن ينفع إن يعني يتعرضوا على الخبير لاحقا ونعمل يعني أو زراعة رئة في مصر بقى إن شاء الله أو زراعة رئة في مصر الحقيقة لما نشوف العمل الجراحي أو العمل الرائع في جراحات القلب والصدر في أكاديميات القلب والصدر الجامعة عن شمس لا يسعنا إلا الإنبهار الناس دي بتعمل جهد رهيب الناس دي في منطقة أخرى من العالم وفي منطقة أخرى من العالم الطبي ومنطقة الإبداع بأكبر وأفضل الأساليب والتقنيات بأقل الإمكانيات أو بإمكانيات قد تكون يعني مش متناسبة مع الجهد اللي بتعمل لا رجو إنها تزيد في الفترة القانية حياة مش عارف أشكرك أدي إيه على هذا الكلام الله يخليك أفعل وهذا اللقاء الممتع جدا ولا أنا أنتظر طررته الحاجة أعلى وأفضل مما كنت أتوقع الله يخليك ضيف العزيزة أستاذ دكتور أحمد مصطفى أستاذ الأستاذ المساعد لجراحات الصدر بكلية الطب جامعة عن شمس استشاري جراحات الصدر وزميل جامعة برماري كوري بفرنسا وزميل جامعة الكراحين الملكية بإنجلترا وزميل جامعة كيوتو صح كده؟ كيوتو كيوتو زراعة وأورامه عليك أورام الرئة باليابان طبعا اسم كبير كان وقدير وجراح من الطراز الأول كان في هذا الحوار المسيط للغاية مرسي يا فرمي مرسي خالص الله يخليك ترعي مرسي خالص خالب لكم الصدر وجراحات الصدر منطقة في الثقافة المصرية فيها الكثير جدا من القصور واللي احنا قلنا أنه هذا لازم يتراجع ولازم ينتشر ثقافيا وأنا أدعو أن هذه الحلقة الأول مرة أدعوكم إلى نشرها من خلال الشير عشان الناس تعرف وتنقل خبرات الأعراض أولا ثم حتى اللي مش أعراض اللي عندهم المشاكل الطبية اللي احنا ذكرناها في أماكن لعلاجها وفي مصريين بيعملوا هذه الجراحات على أرقى مستوى في الأرض المصرية خليكوا دايما مع دكتور كان وزنها كمان مايلي سايرس برضو نفس الكلام يعني مايلي سايرس كانت جميل سمايل ومشاكل كبيرة جدا جدا وعشهرهم طبعا توم كروز كانت مشكلته كبيرة جدا يعني برضو أنا في رأيي أنه لو عملها هنا في مصر هعملها أهي أحسن ثم كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو كان من أشهر اللاعبين على فكرة السورة دي مش بيينة السنانه أول على الشمال السورة العالمين بيينة سنانه اللي جيدة دلوقتي لكن على الشمال شوفوا قدي الفرق تحسوا انهم اتنين قدي كده للسنان بتلعب دور مهم اكيد ضيفي العزيز سيحكي لنا هذه القصة النهاردة طبعا اليوم الممتع مع ضيفي صاحب طبعا الداع في عالم طب الأسنان واحد من الناس اللي حملوا على عاطقهم بناء العصر الجميل لطب الأسنان والشهرة الرائعة اللي خدتها ايادات الأسنان الموجودة الان في مصر هو له دور مهم جدا واكيد واحد من عوامل نجاح العلاجية في المجال ده في مجال طب الأسنان ضيفي العزيز الممتع دائما الممتع دائما سيد دكتور نوردين والصفة فارق جبر كده ده بين تجميل الأسنان وتشويخ الأسنان تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل الأسنان دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفجن اللي تقدر تحوله من الشكل اللي مش مزبوط لشكل جمالي متناصف ده إجراء مهم جدا ده حاجة في وشه إحنا بنتعامل دائما كده عندنا شعار يسمه التجميل في التفاصيل الدكتور نوردين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك سباح وانا الرحب بصديقي الغالي المبدأ دائما لأستاذ دكتور نوردين مصطفى أهلا بيك يا دكتور نوردين مصطفى وحشني والله هو أنت وحشة جدا الناس بشوفنا كل أسبوع بقى زيحنا وحب نتفرش كل أسبوع الحقيقة أنا عايزة أبدأ معاك الأول بالنقلة الرائعة اللي وعيتي عملاتها في الساطر الأخيرة في سياحة العلاجية في طب الأسنان التجميلي في الزراعة في فروع كتيرة أنا عايزك تكلمني على النقلة الأول قبل ما ندخل بقى في برانش التجميل هو طبعا أنت لو تفتكر احنا أقول ما بدأنا مع بعض بقى أكتر من عشر سنين كان الهدف عندنا أن ننقل الوعي عن طب الأسنان كل الجديد اللي فيه ولما بدأنا مع بعض كان معظم الناس لما بتفكر تعمل أسنانها سواء في الدولة العربية أو في مصر بيفكروا في برى مصر نفسها احنا كان دورنا أن احنا نستقدم أحدث التكنولوجي في العالم ونوفر الفرق الطبية لأن التكنولوجي العالية دي محتاجها فرق مدربة على الأعلى مستوى فكان لازم نجمع اللي اتنين مع بعض علشان نبدأ ننافس البلاد دي في الأول ونثبت أن احنا الشغلة عندنا أعلى والنتاج عندنا أعلى لغاية دلوقتي مقت البلاد دي نفسها الحالات بتجنى منها يعني على أعلى مستوات لو كلمنا على الولايات المتحدة الأمريكية رق بيجنى حالات منها ألمانيا أنا بنكلم على البلاد بتوفر تكنولوجي وعلم ألمانيا السويت سويسرا وطبع للمنطقة العربية طبعا للمنطقة العربية كانت بتتجه لبلاد تاني بره للمنطقة العربية كانوا بيروحوا الهندو الهندو الفلبين وطايلاند وتركيا كل ده خلاص بقى الحمد لله الحمد لله بقى بقت مصر الوجهة الأولى للعلاج والتجميل وخلينا نسبق دايما العلاج بالتجميل يعني قطر من التجميل كمان عايز أبدأ بالتجميل الأخطاء اللي انت شايفها دلوقتي بقت شائعة في 2020 اللي انت شايفه ككونكلوجيا عام على أخطاء التجميل اللي ممكن برضو خلت يعني زي ما يقوله الإبداع اختلطة ب يعني الاجتهاد المش جيد خلينا نتفق أن تجميل الأسنان بالذات كفرع يعتمد على موهبة الدكتور والموهبة اللاب اللي هما الانتجريشن مع بعض لأن في الآخر التجميل حس وزوق وعلم تلاتة مع بعض بس خلينا نتفق أن لو لو عملت كلية فنون جميلة والناس اتعلمت فيها مش طالع دافينشي هو لازم يكون في الأساس عنده موهبة التجميل لشانه عنده الحس والزوق اللي هيعرف يصمم بيه الابتسام فيها جزء كبير علمي في التصنيع علشان تطلع المنتج في الآخر فنياً أو في التكنيك يبقى سليم لكن كتجميل الاند ريزل في الشكل والشيب واللون والحاجات دي لا دي تكوينة ليه علاقة بمهارة أو مش بمهارة بموهبة الفريق الطبي اللي شغال علشان يطلع لي منتوب في الآخر جمالي طبعاً احنا الفترة اللي فاتت يعني ناس كتير زي أي زي أي حاجة بحصل فيها ترين بيبدأ يتدخلها بعض الناس اللي غير متخصصة فيه فبدأنا نشوف نتائج مش مزبوطة انت نفسك هتسمحها من الحالات الحالة اللي عملت تجميل ومش موصوطة تقولك والله انا عملت تجميل وبقى عندي وبقى الدحكتي مش حلوة وفي بعض الناس اللي نفسها تعمل تجميل وبدأت تخاف تقولك السنة خايفة اطلع زي فلانا السنة خايفة يحصل لي المشاكل اللي هي شافتها طبعاً لازم نتفق ان المشكلة الأساسية نبع من حاجتين نبع في الأساس من الحالة نفسها ان الحالة لغاية النهاردة ما عندهاش الوعي الكافي لاختيار دكتور تجميل الأسنان السليم الحالات لإما بتتشد يعني احنا في بنامج تلفزيوني تمام انا ممكن اطلع اقول ان انا اعظم دكتور تجميل على القرى الارضية وعندي احدث حاجة في العالم انت فين مصدقني ازاي يعني ايه الحاجة اللي لازم تصدقها انك لازم الاول تسأل على الحالات تشوف الحالات نفسها الفيدباك بتاع الحالات نفسها بقى موجود على السوشيال ميديا الحالات نفسها بتطير انما انا باستغرب جدا حالات بتروح لدكتورة ما سألتوش انت عملت ايه قبل كده فانا قاسف لو عملك اي حاجة هو مش مسؤول يعني انت في الاخر اللي اخترتي غلط انا مش شغلق يعني انت عارف لو لو حد جي اقول له يلا هنخليك توم كروز خد خمسين مليون جنيه دلوقتي ونزل مس هيقول لهم لا لا دا ايه الفود يلا بينا اه يلا بينا يلا انا اه انت اللي عردت عليا خد خمسين مليون انت اللي عردت انت اللي جاي لي برجلك اه فانا فانا دايما بلوم كل الحالات تكسم الغلط اللي حصلت مش عارد دكتور انا حالة جايلي وانا بيعمل لي تجميد هيقول لها لأ يلا نعمل انا قد دينا بنتعلم بنتمرن هنشوف ايه هنشوف النتيجة مع بعض لكن في ناس كتير بتجيلي عملت سنانها اقول لها طب حضيك الحالة يعني روحتي اخترت الدكتور بناء عليه والله شفت يعني الانتريا عنده في البداية شكلها حالي في العيادة شكلها الليفنج عنده حالي لا بجد والله في حالات بتختار مش بالأساس العلمي بتختار بالشيب طب حضيك شفت الحالات اصلا ما مش حاتت حالات على الصفحة بتاعتها طب حضيك مش حاتت حالات روحتي له ازاي لا وفي ناس ولاها عجبني ده حاجة تانية بقى ده موضوع تاني اه لكارسة حالات جايبها من على النت بتاعت حد تاني هنا بقى لازم اتأكد ان الدكتور ده فعلا دكتور تجميل وانده حالات في ناس بتعمل حاجة لطيفة جدا انها بتطلع الحالة مع نفسها وده الصح يعني اطلع بحالتي لا بالزبط ما اطلعش بقى صورة انا ممكن اطلع صورة اه بس اطلع بحالتي بقى فيدباك بقى من الحالات بتاعتك وحطها خلي الحالات اللي تتكلم اطلع بحالتي تشوف اطلع بحالتي بالزبط اصور معاها مشارت فيديو بس وانا اصور فيدباك اه اشوف معا فكرة ده موجود برا يعني العالم كله العالم كله الدكتورة تقدري التجميل بالزيت المشهورة بيصور فيدباك الحالة وهي قاعدة في الكلينيك الاسنان ما فهاش الخجل من انا رحت عملت لا ده عادي اه يعني انا مش مثلا هي مش هيرنية مش فت بالزبط ولا مشكلة مش حاجك كسف منها مش حاجك اه انا كان عندي مشكلة في اسناني زي ما عندي مثلا اسناني معاوجه رحت عملت تقويم حاجبي يخبي لا عندي تسوس رحت حاجبي نجوم هم كلهم التجميل خلاص بقى عادي ده بقى يعني بقى حاجة احتياج محتاجه وحعمله فمفيش عيب ان انا والناس في الفيدباك عادي جدا بتقول له احنا حابين حاجة تقول لنا ايه تجربتك عشان الناس تتعلم بيرحب جدا وبيقول التجربة بشكل صريح وواضح قاعد قدي فيه ناس عندنا على فكرة عمل التجميل قالت انها عملته في 3 ايام وفيه ناس قالت انها عملته في 3 شهور وده صح وده صح يبقى يبقى هنا يعني ولا انا ما قال ان انا طلع الناس اللي بتقول 3 ايام عشان اتحك عالناس وقلهم كل التجميل بيتامل في 3 ايام ولا بخاف ان الحالات تطلعتون احنا قدنا 3 شهور لان معناها ان احنا تعبنا معاها واكتهدنا عشان حالتها تحتاج حالتها كانت تحتاج كده جاية كانت عاملة سنانها وكان فيه مشكلة كبيرة اتعاملت بشكل مش مزبوط بدأت تأثر على عدم السنان السنان بدأت تتخلق وهتتخلع فانا هنا دوري الاول ان انا ارجع السنان اللي ازا كانت الحالة خلاص مؤهلة بشكل كامل انها تبدأ في اجراءة التجميل انت بجاوبتنيش على سؤال فعيش عشرين عشرين انت انا متعود دايما انت بتعمل فيهرس كده جمعي للاخطاء الشائعة لتجميل يلا احنا عندنا صور نبدأ نستعرضها كده مع بعض ونطلع من كل صورة كانت ايه الاخطاء التجميلة اللي فينا والله وحشني ايه وحشني بقى القع العب يا باش الديني يلا بينا اه اول صور احنا دايق خلاص احنا خلاص قلنا ان ايه ان لو الحالة اخترت صح يعني ان دايما المشاكل بتبقى في اختيار الدكتور طيب لو اخترنا غلط بقى هنبدأ نشوف بقى ايه كل المشاكل دي زي ما حاك شايف ده تجميل انت شايف اللي فوق ده دي واحدة عاملة اسنانها هل ده تجميل لا هل الاسنان اللي فوق دي معمولة بشكل جمالي لا ليه مرصوصة رقم واحد مفهاش اي نوع من انواع الحياة تاني حاجة السنان كلها طول يعني الناب طول السنة اللاترال طول السنة السنترال حد جاب سكينة كده الماتيريا النفسها سكنيك المستخد بالزبط كده انت اول ما هتشوف الحالة دي هتقول انها عاملة اسنانها يعني اول ما هتجي على السنان دي هتقول السنان دي معمولة ليه لان الدكتور اختار مواد غلط عمل ديزاين مش مظبوط اللي اتنين اسناء بقى التكنيك ده انا بسميه تجميل البلوكات يعني ايه تجميل البلوكات احنا عندنا طريقتين عشان الناس تبقى مستوعبة بقى التجميل بتعمل ازاي احنا عندنا طريقتين في تصنيع القصور التجميلية والتجان التجميلية او الكراونز او التربوج اللي هو التجميل عامة فيه طريقة البلوكات وطريقة الهندميت طريقة البلوكات انه هو الجهاز بينعمل ديزاين والجهاز بيقوم خارد بلوك يتاخد البلوك ده بعد ما يتخرد يخش الفورن يطلع يتحطي بقى الحالة حضرتك بقى روحت عملته حد قريبك راح عمله حد صاحبك راح عمله طلعه نفس الشكل نفس الديزاين نفس الاوتفت في الاخر كأنك بزبط روحت الحاجة بتصنع للناس كلها هتاخده وسع عليك شوية لا دقيق عليك شوية مش مزبوط مش بتاعك وما فوش التفاصيل التجميلية فوش ديزاين فيه تجميل بقى الهاند ميد هاند ميد يعني ايه يعني حاجة ده مش بلوكة اصلا ده بيبني طبقة على طبقة على طبقة ويفضل يخش فرن ويطلع يتعمله طبقة قاد تاني زيادة لغاية ما نوصل للتفاصيل في الاخر اللي الدكتور رسمها لك نشوف الصورة تاني ما هي دي الكلام الصورة تاني اللي هي التحت بقى عيننا بقى تروح للتحت لان اللي انت قلته ده بقى هو اللي احنا اتعمل تحت الصورة التحتانية دي اه بص بقى تفاصيل السنان تحت عاملت زي الطول مختلفة الأطول مختلفة لأ التكتشر نفسه بتاع السنة الجزء الشفاف اللي هي تكتشر تكتشر ده اللي هو ملمس سطح السن مش حاجة عاملة زي البلاطة وتلزعت على السنين لأ السنان دي لو انت كبرتها قوي هتلاقى ان فيها التمويجة بتاعت السنان الطبعية فيها خطوط في سطح السنة حتى بتعكس الضوء بتعمله الناس اللي درسها تصوير فهي اسمها سوفت بوكس السوفت بوكس ده لما الإضاءة تنزل من الفلاش مرة واحدة بتعمل اسمها لاسعة تلزع لأ السوفت بوكس ده بيطلع الضوء سموث فبالتالي ما تلاقيش الصورة لاسعة هنا التمويجة اللي جواه سطح السنة وان هي طبقات فبتتفاعل مع الضوء زي السنان ربنا خلقها انا دايما نقولنا في حلقاتنا القديمة ان دايما السنان اللي ربنا خلقها لما تضوء بيقع عليها بتعمل ثلاث حاجات بتمتص جزء وبتعكس جزء وبتعدي جزء كل ده بنسب معينة لما خب بالك الإزاز بيمتص جزء وبيعكس جزء وبعدي جزء بس اللي بيعديه أكتر بكتير عشان كده او شفاف المعادن بتمتص بس وتعكس ما بتعديش عشان كده ضل في بعض المواد اللي حتى ما فيهش معادن زي زي نوع من النوع الزركونية مش كل الزركونية طبعا بتبقى ضل ما بتعديش الضوء فبالتالي استخدامي للمواد واختياري ليها كإني بفسترلك القماشة اللي أنا هاخدها اللي تليق عليك فبالتالي أنا عايز أول حاجة إيه أضحك على العين وبالك الناس متخيلة إن فكرة إن أنا عامل سناني فالناس تبص علي إيه ده أنت عملت سنانك أصلا ده غلط فكرة إن أنت عملت سنانك ده مش مزبوط الفكرة إن الناس تقولك سنانك حلو إنت عامل فيها حاجة يبقى شاكك من جوا إن أنت عامل هو فاكر إنها سنانك دي مرصوصة قوي هي مرصوصة قوي آه حلوة بس 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 هو شاكك إنت عملت تقويم إنت عملت تبيض إنما فكرة إن أنت مركب دي دي فشل للدكتور وفشل الحالة اللي استلمت السنان ومشي بيه فلازم نكون مركزين جدا إن التجميل في الآخر هو خلفية ليا يعني دي دي انطباع حلو عني لكن ما يبقاش هو متصدر اللي بقاش هتلا باللون ولا أن يختف عيني بالشكل اللي مش مظهور هو في الآخر لازم يبقى متناغم أو في حالة هارموني مع شكلي مع رون بياد عيني مع حجم وشي مع طوله عرضه المسافة ما بين عيني حجم الأنف الويدنس أو عرض الابتسامة بتاعتي كل دي معادلات الدكتور التجميل بيبقى واخد باله منه هو شغال أطلق لك بقى دكتور إن السنان الجواية في حاجتين عاجبيني قوي في التصميم ده عاجبيني قوي على قد يعني الحاجة طبعا غير اللي انت قلت كله ماذا كله عاجبني جدا لكن الأطراف الشفافة بتاعت السنان عاجباني جدا والفمناين كاركتر بتاعت الناب ده خدا انت دارس تجميل لأن لازم لازم نبقى عارفين إن فعلا التجميل للراجل غير التجميل للسكتر كل واحد ليه مختلف عن التاني تماما وعايز أقول لك كمان إن حتى الكاركتر يعني فيه بعض الوظائف لازم نبقى عشان كده هنا بناخد تحليل للشخصية اللي قدامنا نوع شغله إيه لأنك ممكن فجأة تحوله من إنه هو طبيعة شغله مثلا فيها سرامة أو جدية تبدأ نسويا بتعامل معاه بتحس إنه هو لا ده بالعربي كده كيوت فما ينفعش فإنت لازم تبقى بتتعامل مع الشخصية عشان كده ناس تسأل هندي ليه تسأل نحن بنشتغل إيه وده علمنا إيه ووظيفتنا إيه زابط غير ممثل بالزابط غير قاضي المطرب نعم ها أنت عندك الوسط الطربي كوي رقمه ليه بقى ليه بالذات المطربين يعني بيتوجهوا علينا بشكل كبير لأن لأنه نحن بنشتغل تيكنيك أكتر من التجميل لازم بس لازم في الآخر فعا اسمها فوناتيكس المغني ده بالعربي أكل عيشه الغنى الصوت فيه ناس بتروح تعمل سنانها بتجي نطلاش تنتقى الحروف لا سين ولا شين ولا زين قتلاقي حرفين طقعة أو ثلاثة طقعة طب هو المغني أصلا شغلته الغنى الكلام فإنت لو بوستله دي وقت لنا حالات كده باس أكل عيش قتلنا حالات مشهورة جدا السين راحت لا كانت حتى مهودة الاحترافاتها كانت بتقول كده أكون ببزي المجهود شديد جدا عشان أغني صح بس اليوم اللي أنا جيت عملت فيه سناني تاني يوم كان عندي حفلة مهمة جدا أنا الأول مرة أغني بعد عشر سنين أغني وأنا مرتاحة بدون ما ببزي المجهود فدي كانت شهادة أنه إحنا الحمد للأ قدنا نعمل الشغل من أول يوم تقدر الفوناتيكس أو النطق عندك بأسالي طيب قل لي القول الفصل هل هي تكنولوجيا بدأت تضغى على على الأمور دلوقتي وزي من قوله هي اللي بتسير الأعمال وأكيد مهارة الدكتور ما زالت موجودة بس كم في المية هتفضل مهارة الدكتور المية في المية هتفضل هي المية في المية هاكي التكنولوجيا مهمتها أن هي توفر وقت ومجهود لكن عمرها ما هتقوم بدور الحرفية والموهبة بتاعت الدكتور في التجميل خبالك أنا بتكلم في التجميل تكنولوجيا لها أدوار كتير جدا في علاج العصب تساعدت الدكتور خلت رفعت من النتائج في الزراعة رفعت من النتائج لكن في التجميل التجميل ده لوحة خلنا أتفق إنها لوحة اللوحة دي محتاجة موهبة ممكن أكون دارس كويس وطلع حاجات شكلها معقود لكن الموهبة الفزة لأ عشان تطلع تجميل يعني الحمد لله الناس دلوقتي بقى فيه شيب وشكل الناس عارفة إن ده بتاعنا ليه؟ فيه بصمة الفريق الطبي والدكتور ده ده الفرق أنا شايف السنة دي كده في السنة لسه ما دخلتش الفرن عشان تاخد شكل إن ايه؟ شايف فيها كم لون؟ دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة دي ألوان كتير أوز سبعة تمام؟ أنا شايف سبعة أزرق وفضي ودهبي درجات من الألوان كتير درجات آه ورماضي علشان أطلع سنة قريبة جدا من الأسنان الطبيعية إحنا الأسنان الطبيعية دي بندرسها تشريحيا وتفاعلاتها مع الضوء طيب التكنولوجيا هنا فادتنا في إيه؟ فادتنا إنها خلقت لنا المواد لما عملها بإيدي ووزحها صح تدين الشكل الطبيعي الأسنان الطبيعية تمام؟ بس بقى بالمواد دي لو أنت خدت المواد دي المواد دي رصة كده تبدأ ترص قدامك تملى التابل دي ومسكهم كده في إيدك بس مش عارف هتعمل بهم إيه؟ ومش عارف الحتة الجمالية ما أنا ممكن أحط حتة شفافة تبقى عاملة زي الإزازة كده في آخر السنة وشفناها أو سنان صلت ما فاش أي شفافية لأ أنا كل حالة لها الشفافية اللي تليق عليها بدرجاتها المختلفة برسمتها المختلفة الشفافية دي اللي أنت كنت بتعلق عليها في أول لما شفت الصورة هي مش بتر بعمله لك وبعمله لي وبعمله لكل الناس لأ ده كل حالة لها بتر كل حالة لها اللوبس اللي تليق عليها في ناس يليق عليها شفافية زيادة وفي ناس ما يليقش عليها شفافية أصلا لما تبقى بغاد عيني تضل قوي أنا ما فياش وهم حطيت له شفافية زيادة والشفافية اللي هي الخط اللي هي عاملة كده دي دي لأ مش مش عايز معها كده هي في الآخر هي الشفافية بتيجي إن السنان في الطبعية بتتكون من دنتين وبتتكون من إنامل أو مينة بيتوزعوا الطريقة معينة في عايز معها لوبس وجروفز اللي اتنين دول مع بعض بيدوني بقى الشكل الشفافي الطبيعي تفرق من واحد للتاني ومن حالة ومن ست الراجل حالة كتير قوي تسمح لي أرجوك قبل اللي هي فوق طاق شيكلس دي مش بلوكات دي حاجة أصعب من البلوكات لأ دي باتريال بقى تاني غير البلوكات يعني الأولناية شفت مشان باش أنا أولناية كانت بلوكات بص عيب عليك ده عشر سنين عشرة ده أنا ده يعني ده نتاعتي جيل دي زاركوني أمو فلأ طبعا كل واحد اللي حاسس جدا يعني معلش انه محترمش خالص السيرفس بتاع السنة خالص يعني هو عملها سيراميك سمين دي أوحش بقى دي دي بقى اتدحك على ناس كتير خلال آخر خمس سنين وراحوا عملوا تجميل وتقلوهم ان ده إيماكس أو تقلوهم ان ده سيراميك ده بلاستيك مش هقوله كومفوزيت ده بلاستيك آه محسيتني ده عارف العارف الإيشاني بتاع الحمامات القديمة لا ده أوحش الإيشاني برضو سيراميك ده بلاستيك البلاستيك ده بيتعامل بدون تحضير للأسنان خالص ودي برضو الحاجة التانية الغلط اللي هو الدكتور بيقوم اي الحالة ان احنا مش هنبرد السنين طيب حاك لزقت البلاستيك ده ازاي يا دكتور بيلزقوا الاول بيحط فوسفوريك أسد على السطح السنة عشان يأكل منها لانه مش هقدر يلزق الكمفوزيت على سطح السنة السليم فيفهم الحالة انه ينفع البلاستيك ده يتشال من غير وتمشي السنة وتمشي بعد كده ده طبعا غلط بعد ما هتتشال التركبات دي اللي ركبها السنة بقت خشنة سطح المينة بقى كله بقى عمزة لإزاز المصنفر هيلون خلال إسبوع عشر تام فلازم تركب تاني ولازم تركب بالتكنيك السليم فرق بين الاتنين بص هنا لسه شكلها عاملة ازاي؟ صحيا؟ اه طبعا هنا الناس لازم تبقى فاهم حاجة ان التجميل رقم واحد حاجة اسمها بيولوجي رقم اتنين حاجة اسمها فانكشن رقم تلاتة إيثاتيك الإيثاتيك اللي هو التجميل اتقال تلات حاجة هنقولهم بقى بالعرب عارف لما يجي يقولك الأدب فضلوه عن العلم انت راح تتعلم يقولك الأدب فضلوه عن العلم ليه؟ لأنك مهما كنت متعلم لكن ما عندكش الرولز هتبقى إنسان منبوز التجميل مهما كان حلو وتغاد عن البيولوجي اللي هو الصحة بالعربي والفانكشن اللي هو الوظيفة بالعربي يبقى التجميل ده ملوش أي لازم يعني روحت عملت تجميل أزالي صحة اللسم أزالي صحة الأسنان أزالي صحة العظم بتاع السنان جمعلي الأكل مدام جه على حساب الصحة يبقى زيره تمام؟ الجه على حساب الوظيفة يبقى زيره يبقى أنا لازم في الأساس أنا شغال بعمل التجميل بتاعش أنا أبعندي أسنان باكل بيها صح ومش مأسرة على لوظيف السنة لا في النط ولا في الاحتمال ولا في الأكل وفي نفس الوقت الصحة العامة لللسة والأنساجة الدعمة سليمة ده التجميل الصح أي بقى مواد بيستخدمها أي تكنيك بيستخدمه في الناس متخيلة أنا هتروح عند الدكتور يحضر السنان يلزق السنان شكلها حلو هي مبسوطة حضرتك ده مهمة قوي 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 التحضير ده هتعمل إزاي؟ ده التحضير ده هو الأساس هيتعمل لي فينش لاين أو هيتعمل لي بالعربي كده حل جوه السنة تبات جوه الفينير أو الكراون بحيث أن تبقى علاقة اللسة بالأسنان سليمة ما تخشلش بقى بواقي الأكل ولا تبقى مفتاحة ولا عاجة حط ضفري على السنة تعلق فبالتالي الأكل هيخش أو بواقي الأكل هتعلق تعمل لي التهابات في اللسة كل ده مش مصبوط التجميل يزبقوا تحضير صح بعد كترة متخصصة في التحضير لأنها عملية ضفقة جدا هك ناس كتير جاد بسنان شكلها حلوة على فكرة جدا بس عملت مشاكل رهيبة للأسنان اللي تحتها الدكتور اللي حضر ده في جزء مهمة قوي اسمه أو يوم اللازق يوم اللازق ده ما ينفعش وحلاج كتير جاد قعدة شهر السنان بينها مقفول باللازق بوز اللسة وعمل لها التهابات وضطرينا نفك السنان ونعمل علاجات عصب ونعمل علاج نتيجة البوائي للازق اللي تحط بين السنان وما تشالش فالتكنيك نفسه مش سهل مش موضوع شكل بس لا لازم هتأكد ان اللي بشتغالي ده دكتور متخصص في التركبات علشان هيحضرلي صح علشان هيلزقلي صح فذكرة ان انا باخد الشكل دي لا ننساها خالص الشكل في الاخر هتاخده لو بتشغل مع دكتور متخصص في التجميل عايز نشوف الصورة التانية احنا خلي بالكم لكل صورنا حالات قريدي معمولها تجميل اي طبعا يعني احنا مش بنجيب حالة لا ده حالات ده المستوى التاني يعني تقريبا الحمد لله الحمد لله بنشكر او زي ايه فاكر جمعة الشوال لما تبالوا نشكركم على حسن تعاونكم خلال احنا الحمد لله معظم النس بنشكر على حسن تعاونها اللي عملوا الشغل مش مزبوط في الاخر الناس بيتعارفة انه هو مش مزبوط فبيدوروا على اللي بيعمل مزبوط ولا ندعي ان احنا المركز الوحدة اللي بيعمله يعني بس هو يعني احنا مركز من المراكز المهمة جدا في الوطن العربي اللي عندها القدرة على تصليح الاخطاء برضو ده معمول ده بلوكات ده بلوكات وبعدين فيه جمع سمايل متروكة ما تعدلت ما هو ما هو انت لازم تروح لدكتور لا ابتساملة سوية افضل اقول لك تاني يازم تروح لدكتور تجميل يعمل لك يعمل تحليل الابتسامة يعني هو كده ما اجملش حاجة ما عملش اي حاجة انا رأيي نوع شويها لان هي كانت سنانها قبل اصلا كانت حلو والله هي رأي هتعمل تجميل عشان تاخد تاخد لون اسنان حلو كان نفسي نشوف الصورة الاولانية جبلنا الهيستوري يعني جبلنا الصورة الاول ولا ما عندهاش هي الصورة الاولانية لا فيه صور كتير لا الاولانية يعني اقصد قبل ده قبل ما تعمل خالص ما انا رحيتش اشوفها في مدعب الخاطر هيجالي كده والاولانية لسه كانت متبهدلة قوي طبعا وشكلة بص السنة الحق يعني تحسها كل كيعة كده على الأسنان اقول لك برميلية الشكل اه والله بارل شايف اه طبعا برميل انت شايف برميل بص بقى الجزء الشفاف نازل بهدوء ازاي والسنان طولت شوية بص هنا بقى بص السنان محتاجة اطول السنان طبعا كانت السنان شورت الحركة بتاعت ان انت عباني السنة مربعة فيه حاجة اسمها في التجميل المستطيل الزهبي المستطيل الزهبي غير الجولدن بروبورشن هو مبني على بعد الجولدن بروبورشن او نسب الزهبي المستطيل الزهبي ان السنتين اللي في النص دول بيعملوا مستطيل زهبي مع بعض وده احلى شكل جمالي اللي هو تبقى عرض السنة لطولها 8 من 10 الاتنين مع بعض بيدونا شكل عينينا بتحبه هو ربنا خلق في الكون المجرة بتاعتنا ماشية مع النسبة الزهبية الوردة الحلزو كل الحاجات اللي بتريحك جماليا وعينيك بترتحلها هي مبنية على النسبة الزهبية بس احنا بنعدل فيها اللي يتناسب معاك يعني بنشوف انت شكل وشك وطوله وعرضه واخد انهي اقرب نسبة وبنشتغلك عليه لان حتى ما بقيتش نسبة الزهبية لكل الناس لأ بتختلف من وش القبيعي من شكل وش الوش التاني الوايدنس بتاع برضو داتا كتير قوي هي اللي بتخلينا نخرج احنا نختار انهي نسبة يعني تليق عليك نشوف فيه واحدة فيه صورة انا شفتها فيه غلطة في التكبير الاتنين غير بعض اه انا شفتها من شوي نتعمل بورسلين دي قبل اللي قبل اللي اتعارف اه يعني اصلا نختاره كان هنا الدكتور مختار كمان المادة غير الديزاين غلط المادة نفسها بورسلين بورسلين مبني على قد معدنية اهي اهي دي سنة غير دي خالص خالص يعني المفروض الاتنين اه لو فيها بس دي حاجة ودي حاجة تانية خالص يعني رسمة السنة دي ما نومش علاقة ببعض اه المادة نفسها دي مبنية على قواعد معدنية اه فلو حتى كانت معمولة حل هتعرفها وهتبان لانها بترفلكت كل الضوء اه ما فيش اي ضوء بيعدي منها وبعدين دي مش نبات اللي كانت معمولة قبل كده لا دي مش ناب يعني هو كرة لا هو فيه خلط ما بين الناب والسينا بقيت برضو شاطر في المسائل دي انت بقيت عظيمة اه عايزك تقول لي طيب هل كل حالة انفعلها هند ميت طب لو هي متعجلة ما انت بيجي لك حاجات حالات تقولك انا انا الوقت وفرحها بعد بكرة و يعني الوقت اه انا مع فكرة واحدة حتى لو تاخد وقت اطول الهند ميت هو الطبيعي وهو الطبيعة فلو حضرتك النهار دا عندك فرح ما انت بتوادي بتعملي في الفستان بتاعك بالاسبوعين ثلاثة ادينا اربع خمس ايام مش اكتب يعني ادينا في التصنيع اربع خمس ايام لانه هو فعلا مجهوده مش طبيعي انت بتبدأ تدخله مراحل كتير قوي وبتبنيه طبقة على طبقة وبعد ما بتبنيه خالص بتبدأ بتعمل فيه فانيشنج عشان تديله العرف لما يقولك التنسل دا هينطق التنسل دا هينطق يعني يعني فيه ادقة تفاصيل لو عنده كرمشة هنا عند العين بتبان عنده الحاجات الدقيقة دي بعد ما بنخلص الكيس خالص بنقعد نرجحها وبنقعد نعمل في الاسنان التموجات والتعريج اللي تديها الشكل الطبيعي فبياخد مننا وقت الوقت دا لي كنت مش لي انا يعني احنا بنجتهد وبنبزل مجود عشان الحالة فبلاش مدام انا هعمل تجميل انت ممكن تستني على الفستان بتاعك اسبوع اسبوعين وهتلبسين مرة وترمين لأ انت حضرتك التجميل دا هيفضل طول عمره في وشك كل يوم بتصحي من النوم تبصي في المراية بتتحكي دحكة حلوة تخلي يومك حلو لاما تقودي كره نفسك ان انت عملت تجميل مش مزبوط دا طبعا ما كنتش تجميل دا دا احنا مستنين بقى الكيس دا الكيس دي بنا او كيس دي كده جاية بقى ايه يعني عندها السنان مش مزبوطة صعب اوه دي شوف بقى السنان اللي تحت دي في الصورة اللي بعدها بقت عاملة ازاي عشان احنا موضحينها اكتر بقى السنان اللي تحت الواحدة واسه بقى السنان مرسوسة ازاي السنان اللي تحت دي اصعب سنان ممكن ترسها وتعملها عادة لانها اصلا حجمها صغير عشان تعمل الحروب بتاعتها رفيعة كده ده بيبقى التحدي الحقيقي للدكتور معظم الحالات بالعربية كده بتتفقس من السنان اللي تحت احنا هنا السنان اللي تحت لا يمكن بص بقى هنا نقطة الشفافية متوزعة ازاي انت شفت يجي ستة حالات مش هتلاقي ولا حالة توزيع النقطة الشفافة فيها نفس الشكل ولا حجمها نفس الحال كل حالة وليها ستايل معين وطبيعة معينة وعلى فاكرة احنا شفنا انواع مختلفة من المتارية يعني مش كل المتارية اللي حشوفناها واحد التعامل مع المتارية الاختيارة المهمة تكون بتختار المتارية بتعدي الضوء بالشكل الطبيعي اللي بتعمله الاسنان الطبيعي لو قدرت تستخدم المواد دي والطواحة تعمل بيها التجميل بتاعك هيطلع التجميل بتاعك بيرفكت ان شاء الله قول لي بقى التلغراف النهائي اللي زي ما يقولوا ايه حتة الفنضام الاخيرة عشان الناس متوهشي وفي نفس الوقت يكون فاهمين يعني ايه تجميل الطريق الامسل بتخورش فنضامة كده فيها انا انا كراجل بدور او سيطة بدور على التجميل من حقي ان انا اخد وقت مع نفسي ادور على الدكتور دلوقتي السوشيال ميديا مليا كل الناس عندها الصفحات بتاعتها اخش انت في الاخر الاند البرودكت بتاعك اللي انت عايزه ايه سناني حصلها تجميل هو هديك كلام هو هديك سنان في الاخر دور في الاخر انت زي انت النهاردة جاي تعمل بيت او جاي هتفصلي فستان بتعودي تعصوري الدنيا كده عصر عشان تنقي بتقوليfight دايما انا انا دايما بقول ان المشكلة في الاخر عند الحالة تروح عند الدكتور مش متخصص في التجميل والدانية ناتيج مش مزبوطة دايماً الناس تفهم إنه تجميل الأسنان مش قضية بس مرتبطة بالتجميل النهاردة من أهم ما أقيل في محاضرة النهاردة في حلقة النهاردة إنه لازم وأنا بعمل تجميل أراعي قوي الوظيفة والصحة البيولوجي أند فانكشن أشوف اللاثة ما ضغطش عليها ما عملش فيها التهاب أشوف فرقات أشوف العلاج ما عملش تجميل وعندي أعلاق جزور تحت الدنيا بايزة خالص وفيه بوكت هيتكون وفيه خرج هيحصل يبني من برها الله الله وجوه يعني الدنيا بايزة والله صح كده أول تنورتني وأسعدتني كالعادة أنا شربت بيك يا دك حبيبي والله ضيف العزيز لسيد دكتور نوردين مصطفى طبعاً يعني عضو جمعية الدولية لزراعة الأسنان بجماعة نيويورك والمدارب المعتمد للجمعية الدولية للتصوير الرقمي وطبعاً متخصف تجميل الأسنان وتركيبات التابعة أبدع كعادته في واحدة من مرجعيات التجميل الهم جداً المبنية على أنه ربما يكون التجميل ليس تجميلاً ولكن تقبيحاً وإعادة التجميل هي إبداع لأنه الإنسان بيبقى أحياناً يقول لك ما أنا تمام كده هعمل إيه تاني ما كفاية الكرسى اللي أنا فيها ما يمكن هعمل كرسى أكبر لكن ساعات الأمور بتختلف تماماً زي ما شوفنا خليكوا دايماً بعضك توري ترجمة نانسي قنقر